موسيقى نساء الخير أعزائي المشاهدين في كل مكان نبرحب بحضرتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي المشهد الذي يأتيكم بصحبة الزميل نشأة هذه موسيقى نساء الخير يا عمر وثيقة ملكية الدولة هذا هو العنوان الأبرز وربما العبارة الأكثر تداولا خلال الأيام القليلة الماضية منذ أن أعلنت الحكومة نيتها في تخارج الدولة من بعض القطاعات الاقتصادية سواء كان هذا التخارج كليا أو جزئيا يوم الاثنين الماضي دشنا حوار مجتمعي دشنا بجلسة عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع العديد من الخبراء الاقتصاديين وكذلك ممثلين عن مجلسي الشعب ومجلسي النواب والشيوخ ورجال أعمال ومجتمعات أو منظمات مدنية متعلقة بهذا الموضوع وهدف الحوار المجتمعي الذي دعي إليه هو التوصل إلى توافق حول الآلية التي من المفترض أن تتم فيها عملية تخارج الدولة من هذه القطاعات الاقتصادية الوثيقة أو المسودة التي طرحت هي جزء من خطة أوسع تم الإعلان عنها في شهر مايو الماضي ومنذ أن تم الإعلان عن هذه الوثيقة وهناك العديد من المناقشات التي تدور حولها وحول النقاط المتعلقة بآلية التخارج سواء كانت كما ذكرنا في البداية تخارجا كليا أم جزئيا الدولة بالتأكيد تتطلع كما فهمنا تتطلع إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد بالنسبة قد تصل إلى 65% خلال السنوات الثلاث المقبلة الحديث يدور الآن حول هذا الحوار المجتمعي ومخرجات هذا الحوار المجتمعي خلال الفترة المتبقية وهي ثلاثة أشهر كما يعني علمنا طبعا العديد من الخبراء الاقتصاديين شبهوا هذه الوثيقة ربما والكلام كان على لسان على ما أتذكر الأستاذ عبدالفتاح الجبالي في جلسة الحوار المجتمعي مع رئيس الوزراء الأستاذ عبدالفتاح الجبالي قال بأن هذه الوثيقة تشبه ورقة أكتوبر التي قدمها الرئيس أنور السداد وبني عليها الأساس المنهجي والفكري لعملية التحول الاقتصادي ما بعد حرب أكتوبر 73 إذن وثيقة ملكية الدولة ما لها وما عليها هي محور هذه الحلقة من المشهد جزء من الحوار المجتمعي المستهدف والذي دعا إليه رئيس الحكومة بأن هذه مسودة وثيقة وليست وثيقة نهائية فيمكن التعديل والإضافة والحسف بحسب ما يصل إليه المتحيرون من كافة المؤسسات وأيضا من كافة التخصصات الاقتصادي لكن دعونا ننظر إلى الصورة ورد فعل المجتمعي رد فعل الجامعي حول هذه الوثيقة هناك من تسأل وقال لماذا الآن لماذا تطلق الحكومة المصرية هذه الوثيقة الآن ولماذا تقرر التخارج من بعض الأنشطة كليا وبعضها جزئيا وتستمر في بعض الوظائف هل الأزمة الاقتصادية الطاحنة هي التي دافعت وأجبرت الحكومة على الدخول والوصول إلى فكرة وثيقة ملكية الدولة أم أن هذا كان مخططا سلفا وأن إطلاق الوثيقة بمثابة محطة واستكمال ما تم بنائه هل هي استدارة ووقفة من الدولة أم استكمال لمسيرة كانت مخططة من الأساس الفريق الذي يقول بأن الدولة مجبرة على هذا التداول والتناول والتخارج بيقول بأن من تسبب في هذا لاجب أن يكمل فكرة إعادة البناء والفريق الآخر الذي يقول بأن الدولة كانت تخطط منذ البداية للوصول لهذه المرحلة ثم تبدأ في نفض يديها عن الأنشطة الاقتصادية يقول بأن الحكومة الحالية هي التي ساهمت في الوصول إلى هذه النقطة وساهمت في هذه الإنجازات عليها أن تستكمل ما بدأته كثير من حالات اللغة لكن ربما هذه التجاذبات وهذه التناولات السياسية وهذه الملاسنات الحزبية تؤدي إلى تفريغ الوثيقة من مضمونها دعونا نعود خطوة إلى الأمام وليس إلى الخلف ونقول بأن الدولة الجميع كان يشتكي من أن القطاع الخاص لم يأخذ دوره كاملة والجميع كان بينظر على أن القطاع الخاص لا يستطيع أن يشارك الحكومة ولا يستطيع أن ينافس الحكومة ومن ثم طالب الجميع بأن الدولة تعود إلى الوراء لكي تحول أو تعود كما يعني الدول المتقدمة إلى دولة منظم أو دولة منظمة أتصور أن ما وصلنا إليه نقطة إيجابية في محطة حيوية فيها حراك فكري فيها كلام فيها حديث فيها أغز ورد أتصور أنه من نتاج هذا الحوار ومن نتاج هذه الوثيقة هذه الجلسة والتي سبقتها جلسات وحوارات ولقاءات ونقاشات كل ما نريد أن نصل إليه ليس فلسفة الوثيقة ولا صفصة حول الوثيقة وإنما كيف يمكن لنا أن نعين متخذ القرار على أن يتخذ قراراً صائباً كيف لنا أن نعين متخذ القرار من خلال أراء النخبة الموجودة على أن يهتدي برأي حتى لو كان بسيطاً يعدل من صياغة الوثيقة الحالية وصولاً إلى الأهداف المرجوة من إعادة تغيير هوية الاقتصاد المصري عملي سمحولي أرحب بيوفنا المشرفين في المشهد النهاردة دكتور عبدالمنعم سعيدة المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ أهلاً بحضر عليك دكتور عبدالمنعم الأستاذ محمد البهية عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعات أهلاً بحضر عليك 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 أ دينا رؤيته لهذه القضية لهذا الملف وثيقة ملكية الدولة هل هو بسطور اقتصادي جديد؟ يعني يوجد في هذا المحفل أعتقد منهم يعرفون الجانب الاقتصادي للوثيقة أكثر مني وأنا أتشوق الاستماع لأرىهم لكن أنا أتكلم ما ده من زاوية الاستراتيجية العامة للدولة النقطة الأولى في الموضوع أن هذه هي الوثيقة الثالثة منذ صورة يونيو يعني منذ تأتيين يونيو 2013 كان عندنا وضع دستور ثم رؤية عشرين تأتيين ثم هذه الوثيقة هي وثيقة يعني جاءت بعد تردد يعني نلاحظ أن جرى الحديث عنها لفترة ثم قيل أن ذلك بعد انتهى شهر رمضان ثم جاءت الوثيقة وطرحت للنقاش المجتمعي ففيه يعني جزء من زي الحملة كده والوضع فيه جزء من يعني بعد مخاض يعني يعني بعد مخاض من التفكير والرغبة في التفكير النقطة الثانية في الموضوع إيه المرجعية بتاعت هذه الوثيقة وربما كنا ذكرناها في حلقة سابقة والوثيقة نفسها تذكرها أنهم معتمدوا على تجربة 30 دولة ودول أخرى وضعت وسائق مشابهة ونلاحظ أنها الهند والصين وإندونيسيا اللي احنا قلنا أن المرجعية الأساسية للتجربة المصرية الحالية اللي بننظر إليها على أنها يعني اللي هي الدول الصناعية الجديدة بالذات تلك الموجودة في آسيا وصعد منها النمور والفهود لم تعود النموذج الأوروبي كما كانت الأجيال سابقة وإنما كيف أن دول النامية مغرقة في التخلف نجحت أنها تصعد وتصعد بسرعة فهذه هي المرجعية الأساسية لهذا الموضوع وده يقودنا للنقطة الثالثة إن هي نقطة الانطلاق فيها التي ذكرت أعتقد من الأستاذ ناشأة في مسألة التعامل مع القطاع الخاص ويحضرني في ذلك أن الموقف من القطاع الخاص منذ السبعينيات يعني كما ذكر أن ورقة أكتوبر هو من الأمور اللي فيها مشكلة داخل الثقافة الاقتصادية المصرية بشكلها سواء ما يوجد من نظرة للقطاع الخاص أو ما يوجد من النظرة للدولة وأنه يعني لسبب أو لآخر كنا نندفع أو يعني يحدث نوع من القبول بعلاقة يقود فيها القطاع الخاص الاقتصاد القومي كما هو حادث في كل الدول المتقدمة في العالم إلى التراجع عن ذلك لأسباب متنوعة يعني فالمرة دي هذه المرة جاية على فكرة التخارج ودايما بيبقى في كل وسيقة كلمة حاكمة وأحيانا بتبقى جديدة يعني بقى لها سمعة ومحدش ربنا يحمي كلمة التخارج من مثل هذا السوق بعدين يعني فيما يلي من من مداولات لكن هناك خريفة للتخارج سواء التخارج الكامل لدولة أو التخارج المشترك أو التخارج الانتقائي حسب القطاعات وحسب الموضوع يعني فيما أعتقد أن ذلك حيبقى عندما ننتقل إلى الخطوة الثانية حيبتدي يعني زي ما بيقولوا إيه أنا رأيي دايما أن الملائكة والشياطين يكمنون في التفاصيل فلما حنشوف نتجنب يعني أنا بأضيف لأنه لازم نعرف ما إحنا عندنا خريطة أورودي خريطة استثمارية وخريطة بالمشاريع الخاصة يعني عندنا حفر قناة السويس تم تشارك ما بين أوراسكم وما بين الدولة في عمليات في مشاريع عملاقة دخل فيها القطاع الخاص ومشاريع أخرى لم يدخل فإحنا عندنا تحديد الحدود دي دايما بيبقى فيها مناطق رمادية نأمل أنها تكون واضحة إن شاء الله النقطة الرابعة والأخيرة زي ما بيقولوا what's next يعني دائما يعني أعتقد ويوجد هنا من جيلي أيضا من يعرف التردد أزاء هذا الموضوع أمر قال لا يحدث هذه المرة إن إحنا يعني آن الأوان وقد بنينا بنية أساسية قوية توجد مدن جديدة إن إدارة هذه العملية كلها يعني تتعامل مع المشكلة الأزلية اللي هي دلوقتي ضغطة على الدولة المتعلقة بالفجوة التمويلية الفجوة التمويلية دايما بتحدث إما فجوة نتيجة الاحتياج أو تحدث نتيجة الطموح إحنا المرحلة الحالية هي سقفها الطموح وآمل أن لا يتم تغيير ذلك ويبقى إدخال القطاع الخاص هو إضافة إلى الموارد التي تصحح هذه الفجوة طيب خليني الدكتور عبد المنعم بيقول أن دايما الشيطان موجود في التفاصيل والملايكة أنا مختلف مع الدكتور عبد الأول مرة إنه الشيطان موجود في العنوان العريض الموجود قاعد كده مش بخلينا حتى نروح لبقية التفاصيل ولذلك فشلت محولات كثيرة لتحرير الاقتصاد مما يكبله دايما كنا فكرة هنبيع الدول هنبيع القطاع هنبيع المشروعات هنبيع هنبيع فالعنوان العريض نفسه ما كانش موفق فكرة الخاص خاصة وتجربة سيئة جدا وذكرات أليمة على الخاص خاصة يعني أنا كلمة وثيقة ملكية الدولة يعني فيها شوية رصانة أتمنى أن يكون يعني نخرج من برافن الشياطين المتربصين للإفشال هذا لأنه شغالين دلوقتي مجموعة كبيرة جدا بوسطهم زعق في محاولة إيقاف الموضوع وبعد الإطلاق الوثيقة في مرحلتها الأولى شفنا بيان من قوة سياسية يسارية أو إشتراكية أو ناصرية يكون اللي يقول لأ إحنا ضدها حتى لم يكنك فرصة لدراسة الموضوع بس ده كويس يعني المناقشات دي كويسة جدا ما هو أنا ما عنديش مشكلة إن أنا أتناقش وأسمع وأختلف وأعدل لكن لما أقول لك أنا برفض تماما الفكرة من أولا فكلمة الرفض ما بيسمعش الرض ما بيسمعش ما هو فندم دي الرأي الآخر والرأي والرأي الآخر يعني من السيدنيات لما حصل القطاع العام اشتغل أنت في خسائب ونزيف دائم من هذه الفترة إلى الآن طب السؤال محسن بي يعني معلش أنت حضرت الاجتماع والدكتور برضو حضر الاجتماع طبعا يعني فأنا كنت الكلمة هتبقى لحد فيكم فخليني محسن بي بيقول إنه القطاع العام كل شركاته كانت أو معظمة كانت خاسرة وكلنا دفعنا التمن هل القطاع العام خسر عشان اسمه قطاع عام ولا سوء إدارته ولا لأنه تقفت المصريين إنه ده حاجة عام وما حدش بيسأله القطاع الخاص دائما كان لأقدر أنا سألت سيد الرئيس يوم السابط وقلت لسيد الرئيس كده وقلت له إحنا عندنا أصول ده كان سؤال لدكتور عبماين عمال بكده في الحلقة في هنا في هنا قال إحنا عندنا أصول طب مين هيدوره فأنا سألت السؤال لسيد الرئيس عندنا أصول بتمانية تريليون جنيه تقريبا هل مصره ما يبقى زي مصر القطاع العام ونبدأ ندالة العليه بعدين ولا هنقدر فالريس رد رد قاطع وقال الإدارة أكون قطاع خاص فضل كيما حفظ الإدارة أساس حاجة تانية أنت لازم تدي فرصة للمستسمع أنه يجيلك هذا المستسمع هيخش في هذه الشركات وهينجعها لما يكون عنده الفاسيليتز اللي موجودة أنه يخش في هذا المجال وانت كدولة بتدي له الأمان بتدي له الثقة أنه هيعمل في جو مريح هيديك نتائج لكن أنك تشتغل في نزيف من الخسائر على مدى هذه السنين وأن استعارض لها مصالح يقولك لا قطاع العام وما نقدرش مخصص لا ادي المناخ المزبوط والاستثمار اللي هيخش لك هيخش لك بقلب مفتوح وإشتغل زي دول العالم كلها إنجلطرة بتبيع أصول لها مشاركة مع شركات عالمية هذا لا يعيب لكن إحنا لازم نغير هذا الفكر اللي موجود عندنا مش معقول إن إحنا هنستمر هذه السنين كلها في نزيف يعني أهدي الحرارة مثال شركة مصر والغزل والنسيج بقالها كم سنة في خسائر ودي من أعرك الشركات اللي اتعاملت من أيام طلعت باشا حرب يعني في ناس كتير وأمثلة كتير للقطاع الخاص من زمان شغالين في هذا المجال ونجحين جدا لكن ما نقدرش نقول إن التجارب القطاع الخاص فاشلة وإن ده رأس مال رأس مالية هذا الكلام يجب أن يتغاية القطاع الخاص الآن موجود فيه يعني في الوضع الحالي بعد الحرب الأوكرانية وبعد حكاية الكورونا إيه اللي موجود في القطاع الخاص دلوقتي كل القطاع الخاص بيعاني بيعاني من الأزمات اللي موجودة بيعاني من عدم الشفافية في التنافس كل هذه الأوضاع لازم تتغاية أنا كنت مبسوط جدا من كلام دولة معالي رئيس الوزع لما أوضح هذا الكلام وفصر وإحنا بنؤيد هذا الكلام وهنستمر في تأييده لأن النظرة للقطاع الخاص يجب أن تتغير ويجب أن تساندها الدولة الضلائب اللي بتفرد بزيادة كل هذا الكلام لازم تبقى بيئة جاذبة للاستثمار دكتور علي عبدالعز عايزي يعلق تحياتي أولا نشكركم على الحوار الجميل ده وأنا مليش نفس خبرة الزملاء في المناعشة الوراء بس أنا ببصلها من تجربتي أنا كنت وكيل أول وزارة تعاون الدولي والاقتصاد لفترة وليه خبرة دولية معينة عنوان الوثيقة جميل جدا وثيقة ملكية الدولة بس أنا بتيالي وراها أكتر من كده بكتير وتستاهل مناشة أكبر من كده بكتير الوثيقة دي زي ما الدكتور عمين أم قال هي تشبه وثيقة أكتوبر اللي قدمها الرئيس السادات أو حتى وثيقة المساق المساق العمل الوطني اللي كان عليه حوار كبير أوي عبد الناصر لما كنا متحول من نظام حر إلى نظام مشتراكي أنا بتيالي إن إحنا محتاجين زي ما الدكتور زي محسن بيه مقال محتاجين نظرة جديدة للقطاع الخاص أنا بتيالي إحنا في مصر بنعمل القطاع الخاص كتابع للدولة ما وصلناش لسه للفكر اللي هو العالمي أصبح عالمي دلوقتي إن القطاع الخاص هو المبادر وهو الأول وإنت دورك كدولة إنك تساعده تعمله البنية الأسسية والمؤسسات والرقابة وكل الأشياء دي وتخليه يشتغل إحنا هنا بنعمل القطاع الخاص إن إحنا هنرميله حاجة يعني هنديله حاجة يشتغل فيها بقى إنما العكس إن الدولة مش مفروض تدخل في مجال الإنتاج ولا تدخل في مجال البيع والشراء ولا تدخل في مجال إلا في حالات معينة مثلاً لو مشروع كبير قوي قطاع الخاص ما يقدرش يعمله أو المشروع بضرورة بيخسر وبالدالي الدولة لازم تقوم به كخدمة عامة أو إلى آخر فأنا بتيالي إحنا محتاجين حوار مجتمعي ورئيس الوزر طلب بحوار مجتمعي بس أنا بتيالي لازم يبقى أوسع وأطول في مهية الدولة ودورها ومهية القطاع الخاص ودوره الحاجة الأهم إن وقال ظلم الدكتور عبد مينعم قالها في جلسة سابقة إن مساهمة القطاع الخاص متزبزب بتطلع ستين في المية ونزلت لخمسة وثلاثين في المية إحنا مفروض إن إحنا نعمل كل جهد على أساس إن إحنا نرفع مساهمة القطاع الخاص في الدولة وبالذات لأن إحنا عندنا مشكلة بطالة رهيبة جداً مش هيقدر يتعامل معاها غير القطاع الخاص الصغير المشروعات الصغيرة ومتوسطة وإن إحنا ندي حوافظ ضربية وحوافظ إجرائية تمكن من القطاع الخاص ونشتغل أنا مش هتكلم بينها بعين زملائي في القطاع الخاص هم قادرة مني بالمصعوبات في التراخيص وفي الضرايب وفي الحاجات دي كلها إنما وظيفة الدولة رقم واحد هو تسهيل عمل القطاع الخاص طيب هو الكلام عنوانه رائع جداً تسهيل لكن دي وراها خصص إحنا عدنا في البرنامج بنتكلم على جزئية جزئية ولقنا فيه فعلاً عقبات مهمة جداً يجب إن هي يتم إزالتها خليني أروح الدكتور متحة نافع وكان حضر الاجتماع وأعتقد كان حلقة تضيفنا في أكتر من حلقة واتكلمنا بشكل موسع على أمال وطموحات في التصدير وفي ملكية الدولة والنشاط الزراعي وحاجة كتير جداً أتكلمنا عنها بشكل متفرق لكن ربما أول مرة نجد وثيقة متكاملة أمامنا يعني أنا قرأت الوثيقة كاملة ووجدت أن هناك بعض الإيجابيات لم أكن أتوقعها طريقة الصياغة طريقة الإعداد طريقة وضع مصفات كده بشكل دقيق وكأن أمام وثيقة في دولة أجنبية ما كانش ده موجود عندنا فيها فائف صاح كبير جداً فيها أيضاً شفافية كبيرة جداً وتحديد أنشطة الدولة تخرج من كذا بنسب كم في المية وفي الآخر حدد سقف إن القطاع الخاص مش سقف هدف 65% وأنا قلت الكلام ده للحلقة اللي فاتت أعتقد الدكتور عبد النعم إنه قبل ما أقول للقطاع الخاص تفضل خش لازم لأول أفرش له البيت يشتغل بالبلد يعني وقبل ما أفرش في البيت لازم أحسن سمعته اللي تلوست خلال السنوات الماضية الشعب المصري في ضميره الجامعي إنه رجل أعمال يعني لس وإنه مستثمر يعني مستغل وإنه رجل عنده غني جداً ده يعني رجل فاسد وعنده زواج سلطة وصروة خلينا وقعيين إنه الشعب المصري لابد أن يؤهل أولاً لكي يتقبل ويجري وقالها تعالى إنه ساعد قطاع الخاص لأنا مصلحته فأنا عايز في النقطة دي حضرتك أقدر من تخاطب القطاع المجتمعي أو الأهلي أو الناس هيستفيدوا إيه من الوثيق ما هو كلام بقوله أنت بتعملوا مصلحة بعض وإنت بتكلم قطاع الخاص أنت كلك هتبيعوا البلد خلينا نشوف الناس بتقول إيه ونحاول نرد عليهم رد مقنع طيب هو أهمية الوثيقة دي نهى بمثابة دستور اقتصادي دستور اقتصادي المفروض ما هو بيحكم علاقة الدولة بالقطاع الخاص الدولة الحقيقة حاولت أكتر من مرة أنها يعني تؤلن عن طبيعة نشاطها باعتبرها مرة باعتبرها يعني بتدعو إلى الاقتصاد الحر تماما وفترة من فترات الحكم في أثناء الأسرة العلوية حكم الأسرة العلوية كانت الدولة بتقيم الترع والسدود وتدعي القطاع الخاص والإقطاعيين لممارسة النشاط الأهم وهو النشاط الزراعي ثم سائل الأنشطة الانتاجية ثم في العهد النصري الدولة تحولت إلى منتج وزارع ومصنع وبتساهم بشكل فعال في كل الأنشطة الخدمات والخدمية والسلعية من بعد السبعينات أصبح هناك يعني يعني معايير مختلطة ما بكناش عارفين ويمكن قلناك كلام ده في حلقة سابقة الدولة ما حددتش أبدا خطوط واضحة تميز بين الحدود الفصلة بين دورها وبين دور القطاع الخاص الآن الدولة تحاول أن تفعل هذا وحينما نقول ذلك علينا أن نؤكد على أن هذا الدستور الاقتصادي يجب أن يكون بمثابة مواد فوق دستورية أو دستورية على الأقل ما يصحش أبدا أننا نعبث بها بمجرد إقرارها وبمجرد هناك آلية طبعا لمراجعتها ومراجعتها في حدود وحدود القطاعات وأنصاف القطاعات أو يعني القطاعات الجزئية أو الفرعية ولكن متى اتفقنا على دور الدولة وعلى حدود تداخل الدولة يجب أن تكون أكثر استقرارا من أي وثيقة أخرى لأن القطاع الخاص بياخد قراراته لفترات طويلة فأنا أخد قراراتي على أن الدولة مثلا ستتخرج من الصناعات المعدنية ثم أفاجأ بأن الدولة الحكومة تتغير أو وزير حتى يتغير يقول لي لا ده أنا ناوي أزود ملكيتي في هذا القطاع وحخش تاني أعمل crowd out بدل crowd in يعني خش زحمك بدل مدخلك خلاص يبقى أنا كده فقدت المصداقية وهي نادي النقطة لحدك بتقولها المصداقية حفقد المصداقية على طول وحفقد أي مساهمة أخرى وأي تزديق لهذه الوثيقة وده اللي خلى يمكن أثناء الحوار بعض المداخلات طالبت وكلنا يعني زكينا هذا ودولة رئيس الوزراء أن يتم إقرار هذه الوثيقة بمجرد انتهاء ثلاث شهور اللي أشار إليهم دولة الرئيس أن احنا بعد إقرارها يتم التصديق عليها بشكل أو بآخر إما من البرلمانية إما حتى باستفتاء دستوري إن دخلت في شكل تعديلات دستورية المهم ما هي الفائد على المواطن؟ المواطن هو المستهلك الذي يستفيد كثيرا من منافسة القطاع الخاص إذا جاء القطاع الخاص وهو الذي يقوم على مبدأ المنافسة يقوم بتشغيل بكفاءة أفضل يحسن من الإنتاج بتاعه بشكل أفضل لصالح المستهلك فهو مستفيد كمستهلك لأن قطاع الخاص أقدر من الحكومة وهو المدير الأنجح والحكومة مدير فاشل كما قلنا مرارا يستطيع أن يوفر السلع والخدمات بشكل أفضل فهو مستفيد كمستهلك ومستفيد كموظف أو كعامل لأن قطاع الخاص يخلق فرص العمل القائمة على الكفاءة وليس المكافأة أنا أوظف القطاع الخاص لأنني أبحث عن كفاءة تعمل لا أوظف القطاع الخاص لأنني أكافئ فلانا أو فلان لأنه أدى خدمات معينة فهذا شيء مهم جدا ومهم لعدالة المنافسة وتنفسية في سوق العمل وبالتالي أنا ضمنت هنا كمان أن سوق العمل إلى جانب سوق السلع والخدمات سيكون منضبطا وسيحقق أهدافهم يبقى دي النقطة الثانية طيب النقطة الشخص برضو اللي احنا بنخطبه ده أو المواطن هو مستثمر فهو مستثمر من مصلحته أن يعرف حدود استثمارات وإذا كنت سأستثمر هل ستنافسني الدولة أنا لا أقوى على منافسة الدولة الدولة هي المشرع وهي المدير وهي كل شيء لا أستطيع أن أقف أمام ولذلك قلت لسيد رئيس الوزراء وكنت أول المتحدثين لأن في فم ماء قلت له أشرتم كثيرا في هذه الوثيقة الجيدة والممتازة إلى مبدأ الحياد التنافسي أنا لا أستطيع أن أرى حيادا تنافسيا في وجود الدولة وبالتالي سنحرس على هذا ستحرس الدولة على متى استقرت أو استمرت في بعض القطاعات لأن احنا اتفقنا أن هم ثلاث مجموعات تخارج تام خلال ثلاث سنوات لبعض المجموعات ومعظمها في القطاع الزراعي 83% تقريبا من قطاع الزراعي تخارج جزئي مع الاستمرار وتخفيض نسبة المشاركة لنسبة معينة من القطاعات ومعظمها برضو في القطاع الصناعات التحولية مثلا أو الاستمرار مع زيادة ملكية الدولة وكان من العجيب أن بعض القطاعات وأشرتوا إليها برضو في المداخلة مش عارف ليه الدولة تزود فيها ملكياتها لا حمد كلمة على فلسفة زي القطاع التأمين زي الوساطة المالية لماذا تنافس الدولة في هذه القطاعات فيش أي سبب خالص ولذلك أنا قلت لدولة رئيس الوزراء أنا رافض من المعايير معايير جيدة جدا لكن أرفض من المعايير معاييرا ربحية الربحية لا تصلح معيارا لبقاء الدولة أو تخارجها الربحية تصلح معيارا زي ما اتفقنا وقلنا بكده هنا آه لا وتنفع كمان فين تنفع في مشروع بعينه أو يعني في شركة بعينها خاسرة بشكل لا يمكن إصلاحه فسنتخرج لكن سنبقى في قطاع سننشئ شركة جديدة سنتوسع في هذا المجال أو سنبقي على ملكياتنا أو على حصتنا السوقية وبالتالي المعايير ده ما يصلحش للفلسفة طب من أين جاءت هذه الفلسفة أحب هنا أشكر قبل منسة بس أحب أشكر مجموعة العمل أو مجموعة العمل اللي بتشتغل من نوفمبر 2021 وأخص بالذكر بصراحة مركز معلومات مجلس الوزر أعتقد أنه هو ده اللي كان الستيرينج أو كان هو ده اللي بيدير المضوع إلى جانب طبعا فرق العمل في مجلس الوزر نفسه لكن رئيس المركز أهم بدور كبير جدا الأستاذ أسامة الجواري شاب ممتاز ومساعد رئيس الوزر أهم بشغل كويس أولا وعمل وشغل تقني وفني ممتاز والآن هم يخاطبون يعني خرجنا من الاجتماع لأنهم بعتلينا يوزر نيم و باسورد لمنصة الحوار عشان الحوار ده حيستمر معنا ثلاث شهور نحاول نعدل ونشوف حيشتغل إزاي علشان كده يمكن يعني في خلال الثلاث شهور دولة دكتور متحد الملاحظات اللي زي حضرتك أشرت إليها زي مثلا صحيح مشاركة الدولة في الشركات التأمين صحيح يعني ممكن ده يعاد النظر فيه بالتأكيد والحقيقة كان هناك ساعة صدر من دولة رئيس الوزراء ومن أستاذ الوزراء اللي كانوا موجودين في الحوار كانوا سمعيننا وكانوا بيتقبلوا هذا لأستاذ محمد البهي يعني رؤية حضرتك هل هذه الوثيقة هتحل جزء كبير من مشاكل استثمار والمستثمرين طيب بداية بس وكان فيه سؤال مطروح لماذا الآن طبعا أكيد هناك ضرحه نشأت وقال أن الحكومة كانت مزنوقة يعني بداية إزاي أنا بتكلم هنا على فكرة الزكاء في اتخاذ القرار لأن الدولة دخلت في مشروعات أعتقد أن ما كانش ممكن القطاع الخاص يقدم عليها في ظل الظروف الحالية لما تعظمت القيمة بدأت الدولة تطرح لأن الدولة برضو يعني هي تاجر شاطر يعني عايزة تحصل على عائد أقوى أو كتير من طبعا إيه اللي كان متوقع فيه ظروف أخرى هذا الأمر يتعلق به الترحي الآن وإذا موضوع أعتقد أنه هو إحنا كلنا أولا بنحيي هذا التواجه لأن زي ما قال الدكورة عبد منعم هنرجع تاني لفكرة الدولة التي تدير وتنظم ولا تتاجر لأن القضية كلها النسبة يعني باعتراف الكل أن الدولة مدير فاشل وده شيء أعتقد أنه عليه إجماع وما فيش حد اختلف عليه هل الدولة مدير فاشل يعني في مجملها ولا يعني ده يعني مصطلح أنا أتكلم على ما يتعلق بالنشاط الاقتصادي طبعا يعني الإدارة هنا أنا أتحدث في السياسة أو الإجراءات الأخرى بك أكيد أنا أتكلم عن القضاء بالظبط أنا أتصور يعني هذا التوجه للدولة النهاردة هيبقى له مرضوط قوي جدا إذا ما تم يعني إحنا بتكلم هنا على النظرية والتطبيق يعني ما قيل وما أشدنا به في الوثيقة وما أجمع عليه كل أن الصيادة جيدة وأن التوجهات والنوايا حسنة لكن إحنا دائما بنصطدم في التطبيق بأمور ما صحيح إزي ما إحنا أجمعنا وإزي ما حضرتك قلت كلم حضرتك يعني الوثيقة كويسة جدا كيفية التنفيذ دي عملية مهمة جدا من الزبط دي في الجولة تقريب الحوار عشان إحنا بسطا برضو الحوار الصالون بتاعنا يعني مش بكلمة دائما بنخش في الموضوعات على طول إحنا الآن بنتكلم في أول جولة من الحوار على كل واحد فينا ليه قول يريد أن يقوله على هامش الوثيقة بعدين في الجولة التامة للحوار هنبدأ نشوف كيف نفاعل هذا وإنت ليك رأي يعني هو معمول للحوار المجتمعي مش المجتمع مش الناس يعني في الغطان ولا في المقاهي للمخصين يقول رأيهم إيه عشان خاطر رئيس الوزراء موارس الوزراء قاعد النظر بشاعة بكرة مثلا الوزراء المليئة نظر بشاعة بكرة دي وثيقة مصر ما لاش علاقة بالحكومة وثيقة الدولة فبالتالي يابدو كلنا نشارك علشان خاطر تخرج وثيقة قابلة للحياة مش تيجي زي ما حد من الزمر قال انه مع اختلاف مع تغير وزير نفسه زي الدكتور محبب قال ممكن تتغير الوثيقة بتوجهة أتوسع ولا أكامش عفوة نشأت بي بس يعني أنا لما كلمت على فكرة حسن الإدارة اللي هي فكرة اختيار الشريك يعني احنا بنتكلم النهاردة على مشروعات الدولة بتملكها حضرتك لو استخدمت حد وقد يكون هناك أمثلة كثيرة جدا طبقت في العالم وكلها منها ممكن يعني هو أكثر مننا على شرح ده مهاتير محمد لما بدأ يعني ينشئ هذه الجمهورية كان عنده مثلا الاتصالات ما كانش فيه تقريبا يعني تليفون أرضي بيشتغل في بلد وأجمع كل الخبراء اللي جمعهم على إن هذه المؤسسة طبقا لكلامه هو يعني تباع بمئتين يعني مليون حاجة كده رقم كبير مش فاكر رقم بالزبط على أساس أنهم عايزين أعلى عائد من البيع الراجل استمع وبعدين طرح هذه المؤسسة قالك بصفر بشرط أن تأتي أحسن شركة في العالم تدير قالك بعد سنتين أنا حصلت على تلتمائة مليون دولار عائد سنوي من جراء حسن الإدارة المعنى أو المشهد اللي احنا عايزين نتكلم عليه دلوقتي هو ونقلها لجهات أخرى أن يكون هذا القادم للشراكة عنده سوء برا يعني يستطيع أن يسوأ لك هذه المنتجات ويجيب لك عائد للدولة أعلى كثير جدا من اللي أنت بتحصل عليه الآن حتى من البيع المحلي أو الداخلي هو ده الهدف أنك بتنطقي وهنا منبلغش حتى في القيمة مش مهم البيع الأولي لكن عندنا نظرة بعيدة على العائد فيما بعد من الدرائب والرسوم وجميع ما تحصل عليه الدولة لأنه نحن عندنا إشكالية كبيرة جدا حتى على الأقل في نسب الدرائب المحصلة في مصر وأنا يعني قد أختلف مع الدكتور يعني فكرة أنه نخفض الدرائب دي ليست جاذبة ولكن الأهم من كل ده أن أزيل المعوقات يعني هناك دولة عميقة ما زالت بتعمل بتعطل العمل وإذا كنا بنتكلم عن الوثيقة وبعض المستثمرين اللي حيدخلوا مع الدولة إحنا عندنا في اتحاد الصناعات 110 مؤسسة صناعية ماذا عن هؤلاء يعني لابد أن احنا نتكلم النهاردة على أننا بالتوازي مع الوثيقة حنزيل المعوقات الناس النهاردة بتتعرض لأشياء يعني قد يعني نشرحها فيما بعد مؤلمة يعني 110 ألف مؤسسة أصدق 110 110 110 ألف مؤسسة مظبوما يعني أعتقد يعني المؤسسات الصناعية أغلبها كمان أو نسيجها الأكبر هي الصناعات الصغيرة ومتوسط دول اللي حيخلوا مش هتخش في مشروعات كبيرة ولا يقدروا يشاركوا الدولة لكن هم كمان محتاجين نحافظ عليهم لبعد اجتماعي آخر العمال اللي عندهم أصغر مصنع عنده 300 400 عامل هو ده اللي احنا لازم نتكلم عليه ولازم نأكد عليه ولازم هذا الأمر يصل الرئيس عنده أولا زاكرة حديدية لما بيقول حاجة هو يعني قدرته على المتابعة جيدة جدا وهو مؤمن جدا بالصناعات الصغيرة والمتوسطة اللي احنا بنطلق عليه صناعات مغزية لابد من تشجيع هؤلاء ولابد ان احنا بالتوازي مع ما نقوم به ونتحدث عن المشهد الكبير والصناعات الكبرى وشراكة الدولة في المشهدات القومية لابد ان احنا نتكلم ايضا عن هؤلاء وهناك تفاصيل ممكن طبعا حتى يعني لا يخذ وقت الزملاء ممكن نشرحها في المعوقات القائمة اللي بتعوق تقدم الصناع او استمرارها حتى تمام الدكتور خالد وخشة ربما التساؤل الأكبر في موضوع وثيقة ميكيد الدولة كان هل هي الدولة مجبرة نتيجة الضغوط الاقتصادية ام انها كانت في اطار سياق عام اصلاحي وصلنا الى محطة اصلاح في هذا التوقيت فبدأناها يعني اجابتي او ظمني انا الشخصي بالنسبة لعامل التوقيت ومسألة الضغط او من عدم فعلا الدولة كانت ناشية فيه مصار اصلاحي وده الرئيس عبر عنه والدعوة للحوار الوطني رفع حالة الطوارئ مجموعة اشارات الحقيقة جرت خلال العام الماضي تقول ان مصر عبرت مرحلة ما ودخلة بتنقل نفسها الى مرحلة تالية لسوء الحظ ان النقلة للمرحلة التالية الحقيقة استضمت بازمتين كبار هم ازمة كورونا ومن بعدها مباشرة قبل تمام التعافي من ازمة كورونا دخلنا على الحرب الروسية الاوكرانية فربما اصبح لازما الاسراع بهذا الانتقال او التصحيح اذا جاز التعبير يعني اذا كان عندك اجراءات تصحيحية لمجال ما عليك بالبدء بسرعة لانك انت اصبحت حتى تحت بعض من الضغوط وتحت ضغط دي الحقيقة ما هيش ما تعبش حد يعني خاصة انه احنا منتكلم على ازمات دولية ليست من وعالمية ما هيش من صنع يد احد حتى في النظام الحالي الموجود او فيما تأخرنا فيه من ملفات وربما ما كانش الوحده الحديث عن الاقتصاد او التصحيح الاقتصادي او الدستور الاقتصادي زي ما دكتور متحت سماها من دقايق لكن الحقيقة كان لها مجموعة من الارتباطات لا تقل عنها اهمية الدعوة الحوار الوطني اصلاح سياسي وتعهد باصلاح المناخ السياسي في الدولة المصرية وتدعيم وتعزيزه وتنقشنا عن هذا حول هذا الموضوع هنا اكتر من مرة الحقيقة وكان ايضا على ذات النصق وفي نفس التوقيت هو العمل الحقوقي او فتح الملف الحقوقي باطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وبدء مساحة جديدة للعمل على تعزيز وتطوير المفاهيم الحقوقية وخلق مناخ حقوقي افضل مما كان عليه التلات مستويات او التلات محاور دول الحقيقة انا بعتبرهم جميعهم بيكملوا بعضهم البعض وعلى المستوى القانوني والقضائي للدولة ان يكون كمان معهم رفع حالة الطوارئ والعودة الى الحالة الطبيعية اذا انت بتفتح مجال ويعني فصل جديد من فصول الحكم من جانب وفصول الحياة بقى والعمل في داخل المجتمع المصري من جانب اخر ده رؤيتي حوالين او قراءتي حوالين اطلاق هذه الوثيقة في هذه اللحظة ربما اكون عندي عليها بعض من الملحوظات واللي هي هنزل بقى هنا سيب التلات محاور واخش على محور الحلقة وهو وثيقة الملكية انا بعتبر الحقيقة ان يعني ابرز عيوب ما كان يتم تداوله في الفترة الماضية التي بندعي او بنزعم ان احنا بننتقل منها هي عدم الثقة وارتباك كثير فيه كثير من القرارات ومن التشريعات وغيره الى حد ان احنا كنا نطرح والدولة طرحت اكتر من مرة تساؤل بدأ عميقا ومؤلما بعد ان قامت الدولة باستثمار هذه المليارات الضخمة جدا في البنية التحتية لماذا لم يأتي الاستثمار الاجنبي او على الاقال لماذا لم يدخل الاستثمار الوطني الخاص بالقدر وبالنسب التي تتجاوب مع هذا الحجم من الانفاق ده سؤال انا الحقيقة بعتبر سؤال تأسيسي سؤال اتمنى وربما هنسمع في الجولة القادمة ممن حضروا النقاش هل تم طرح هذا التساؤل مع معالي رئيس الوزراء وبدأ اجابات انا الحقيقة وقفت قدام رقم واحد هيدلل على ما ذكرته منذ قليل واللي هو ان الدولة انفقت حجم استثمار ضخم جدا في البنية التحتية لم يقابله على الجانب المقابل دخول وحجم اعمال وحجم استثمارات تقابل هذا الانفاق ان نصيب القطاع الخاص كان 26.3 من 10 من اجمالي الاستثمارات اللي نفزت في العام 2020-2021 واذا بهذا الحجم من الاستثمار ينخفض في العام الذي يلي عفوا ده كان 26.3 من 10 في 2020 كان اكبر في العام اللي قبله 38.3 من 10 ليه نزل من 38.3 من 10 الى 26 هو ما عليش خليت بيه برضو عشان والدكتور متحة يصحح لي في تقديري انه حجم الدولة اللي زاد وحجم القطاع الخاص زي ما هو يعني هو ما قالش بقدر ما زاد الانفاق العام زاد في الانفاق العام لما بيزيد بحجب بشكل اكبر النسب حتى لو سفت أنا القطاع الخاص لم يتخرج ولم يخرج من الاصناعة بتاعتي او من الاصمار عندي وانما الحكومة اللي هي زادت قوي في حجم الانفاق الاصمار في مشروعات البنية التحتية بقول لحداك الرئيس قال رقم قالك عشان ما ينسوهوش 8 ترليون فبالتالي حجم 8 ترليون القطاع الحكومي اللي عامله اه في مقابلين باطن وغير وغير لكن في النهاية كمشروعات قطاع خاص وزنها النسب بيقل مقابل للتوسط بتاع الدولة طيب يعني مبدئيا ده سؤال صحيح الجانب الاخر ان الدولة بتعلن عن مجموعة اهداف واللي هاختصرها في هدف واحد وهو الوصول الى 100 مليار دولار تصدير طب احنا هنحقق دوة ازاي من غير ما يكون في اتاحة ومناخ جديد كليا جديد كليا دي يعني فعلا نعود بقى بالتوصيف لدستور اقتصادي جديد لورقة اكتوبر لعهد جديد الدولة بتبنيه لان الحقيقة حتى الان وحتى اللحظة بعد مؤتمر رئيس الوزراء المزاع المؤتمر الدولي وبعد اصدار الوثيقة لازال الجميع يتخوف من ان يفكك كل هذه التعهدات الجهاز البرقراطي في الدولة هذا الامر يتداوله الداخل والخارج مجتمع الاعمال في الداخل ومجتمع الاعمال في الخارج ما اتحدث بالشفافية كامل علشان نحاول نقول بس الناس بتتكلم على ايه وليه حتى اللحظة محجمة ما فيش حجم من الثقة الاقتصاد بيتحرك ودي مفاهيم يعني اساسية الاقتصاد بيتحرك في المناطق الامنة ذات الثقة ذات الاستقرار لازال حتى الان بيقولوا ان اللي بيترحه رئيس الوزراء والرئيس على الفتاح السيسي بيدعمه بقوة وبيجعله دستور للدولة الجهاز الاداري والقانوني للدولة قادر على تفريغه من مضمون هذا ما اشاء يعني نقاط مهمة وعديدة يعني تفضل بها الدكتور خالد وكاشا تستحق مننا نشأة ان احنا يعني نستعرضها بس بعد فاصل قصير نحن هنكافئ الوسيس خالد دكتور خالد ببريك نتعرف علشاني باصل قصير ونعود لاستكمال المشهد مرة اخرى اهلا بحضراتكم في هذا الحوار المجتمعي عبر برنامج المشهد لمنقشة وثيقة ملكية الدول هذه الوثيقة التي ربما تعيش معنا شهور للمنقشة ثم سنوات للتطبيق في الجولة الاولى من الحوار كل ضيف من الضيوف ادلى بدلوه حول الوثيقة وايضا ابدى مخاوف هناك مخاوف ربما اجمع عليها الحضور هو ان يكون هناك انفصال بين هذه الطموحات وهذه الكلمات الرنانة التي ترقد في فتنة بين دافتين وثيقة ثم لا تجد نصيبا من التطبيق هناك محاولات كثيرة لكن ربما لم نصل الى ما نريد لانه هناك عقبات وصدمات ومطباط امام التطبيق دكتور عبد المنعم سعيد ربما الكلمة مع حضرتك لتقييم الجولة الاولى من الحوار والبدء في الجولة الثانية حتى نصل ونضع نقاط الحروف لا نريد في هذه الجولة ان احنا نتكلم عن الوثيقة عايزين نقول الوثيقة نحط فيها ايه ونحذف منها ايه حتى نكون فاعلين في هذا الحوار فضل يعني انا اعايز اثمن وجود الوثيقة يعني لازم الواحد يقول ان احنا واخدين فيها خطوة لقدام لكن كباحث لا استطيع ان ارفع عن ذهني المصير الوسائق السابقة وكيف كانت تردد على مدى اكثر من خمسين سنة لموضوع علاقة الدولة مع القطاع الخاص لانه يعني ونذكر يعني كل الوسائق موجودة حاليا عن الفترة اللي بعد نهاية الخطة الخمسية الاولى للرئيس جمال عبد الناصر بعدها واضح جدا ان البلد دخلت في ازمة اقتصادية ثم جاءت حرب سبعة وستين وكان واضح جدا انه مفيش خدرة للدولة انها تتحمل كل الفطورة الخاصة بالاكل والشرب والمواصلات والمدارس كل حاجة كانت الفكرة انك لو الدولة تملكت كل حاجة هتنظم كل حاجة من خلال التخطيط ما حصلش وابتدى الكلام من وسائق الجديدة التي نشرت يعني مش بقلاش كتير عن فترة ما بعد النأكس على طول انه ابتدى الحديث عن القطاع الخاص ونجم عنه فكرة ان احنا طب ما نحرر منطقة منطقة في مصر فكانت بورسعيد وبورسعيد كانت اول المدن التي جرت عليها فكرة تشجيع القطاع الخاص فيها وابورسعيد النهاردة هي المدينة الاولى في مصر من حيث التنمية البشرية الاعلى تعليما الاعلى دخلا فبنوصل الى مسألة انه لكن هناك حاجز كان يرجع باستمرار يعني يقولك ده بيبيعوا مصر يقولك كأنك انت هتخص خص حاجة عايزة بتدي بس ارجع خطوة عايزة اقول ان احنا لا ينبغي ابدا ان احنا نعيد اختراع العجلة العجلة تمت والعجلة تمت في دول رأسمالية ودول ما كانتش رأسمالية كانت اشكال مختلفة اشتراكية بريطانيا مارجريت تاتشر نتيجة حكومات متعاقبة عمالية اشتراكية في بريطانيا جات وراحت كل حاجة السكة الحديد البوسطة شركة الطيران everything شركة الطيران البريطانية منزعتها من اعلى شركات الطيران في العالم والسكة الحديد البريطانية من اعلى الحاجات في العالم الفرق هو انك انت بتعمل ادارة خاصة خاصة لانه ليس عايبا الربح فالتجربة البريطانية هاخد قصادها على طول التجربة الصينية الصينيين بعد سنة 78 وبدوا يعملوا اعملوا حاجة نظام لطيف قالك مفيش حاجة اسم مقطعها مقطع خاص هناك قانون للبيع والشراء والدرائب والكلام ده بيطبق على الجميع بالتساوي وده الموجود في الوثيقة بالمناسبة ان يحصل النوع المساواة في هذا الموضوع الشركة اللي تفلس تطلع برسو زي اي شركة اختار خاص لو فلست بتطلع برسو حتى لو شركة حكومية شركة حكومية فلس بس لازم عليها نفس الطريقة لقى مجلس ادارة مسؤول بتقدر تعين الناس لان اعنا عارفين بمجرد ما تأمل حاجة عامة على طول تلاقي كم العمالة فيها يعني انا وانا بيتدير الاهرام وصعقت ان انا عندي تقارير معمول رسمي يعني انه ان احنا محتاجين 3000 واحد واحنا كان عندنا 12000 وقبل ما نمشي كان في حوالي 4000 واحد من العاملين عايزين يعينوا ولاد خلتهم ولاد عمتهم والحاجات اللي سيجنل اللي عايز اوصله ايه ان احنا محتاجين سيجنلز المرات شوية مصاحبة للحوار المجتمع يعني لازم ندي حاجات قوية ان احنا قرينا تقرير ممارسة الاعمال حكاية ان احنا واخدين الترتيب بتاع ان احنا دلوقتي 114 تقريبا مش كده تقريبا وحش لا يليق بينا يعني 114 في لحظة احنا عندنا بنية اساسية قوية جدا مشروعات عملاقة مدن الى اخره لازم نبين ان المناخ حيبقى وانا عايز اتحفظ شوية على فكرة يا استاذ ناشئة ان الناس معتبر القطاع الخاص وحش والادي تجربة شخصية مع الدولة في هذا الشأن احنا عملنا استطلاع رأي عام في مركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية وكان هذا ان الناس لا الناس شايفة بتلقتها خاص ده ده الشركة اللي بشتغل فيها ده ده اللي هو مرتبات واعلى من مرتبات الدولة اللي هو ايضا بيبقى عنده اتجاه توسعي باستمرار وكل ما توسع بعض زملائنا في مجلس الشيوخ من رجال الاعمال لما جيب يناقش قانون العمل وفي حاجات يعني بتاول سألت واحد فيه ما بتتكلمش لي يعني على على بعض القيود اللي موجودة يعني في علاقة رب العمل فقال لي احنا بني ديهم مزايا اكتر من كده يعني فكرة بس هو بيحط الفلوس حيثه يزيد الانتاجية مش بيحط الفلوس على نوع من الشفقة ولا العطف ولا لانه من حتته او قريبه انما لانه ده جزء من العملية الانتاجية كل الانفاق ليس كده الدولة محتاجة تعمل اللي عملته التلاتين دولة اللي هما رجعوا لها اللي هو تحرير الاقتصاد انا رأيي ما فيش دولة من الدول اللي رجعوا لها اللي عيش فيها الدولة بتديره ما فيش ولا بتدير الاسكان ما فيش فمن هنا في بعض الخطوات اللي لازم تتعامل وايضا وطلبنا ذلك اكثر من مرة نحتاج استطلاعات لرأي العام حكاية ان الناس بتقول اللي حاصل ان هناك تحالف اخواني ياساري في هذا الشأن الاخواني عشان يشكك في الدولة المصرية ده بيبيعوا البلد ومش عارف ايه هبيع ايه المواني موجودة او المصانع موجودة او الارض موجودة او المحصول موجود ده مصر البرون ميشي والقربات الجديدة موجودة يعني البرون ميشي ومصر الجديدة موجودة فاحنا يعني الاستفادة من التجارب الاخرى مارجريت تاتشار جات في بريطانيا وقالت لك لا يمكن بريطانيا هتخليها دولة عظمى بهذا الشكل وهي دولة بهذا الشكل اللي هو التدخل الحكومي كبير وبالتالي فتحت الموضوع وده موجود برضو في الوسيقى للأمانة يعني جزء من عمليات اللي هي البورصة يعني انك انت الناس بتبقى موجودة يعني بس البورصة ما تبقاش يعني ايه بالتعقيد ده وحاختم بالنقطة دي ان اعلاميا يعني ودي اللي كلامنا احنا والزملائنا احنا مقصرين في هذا الموضوع يعني احنا كناس في الصحافة والاعلام والصفت والصفت باور بتاعت ماسر هقول لان الافلام اللي اتعملت والتمثليات اللي اتعملت والبرامج كم مرة نستضيف رجل اعمال لهذا النوع من الحوار يعني طبعا سعيد ان احنا معنا انما الموضوع ده لا يتم ما عندناش الستوري بتاعت رجل الاعمال رجل الاعمال انا ممكن انقل الكورسي جنبك وباضيفه وعمري دي الرحوار بس انت بس دكتور عبد منعم يعني احنا في الاعلام وحدك استاذنا انه احنا بنعاني من ثقافة مغلوطة في المجتمع على مستوى المسئلين ومستر جال اعمال شح المعلومات اكلم لا مش يا عم شح المعلومات حاجة اكلم مسئول يقولك انا لا بحبش الاعلام الاساسية لا بحبش الاعلام يا عم ولا الاعلام يحبك طب انت أنا تزنبي انا عايز معلوم نكلم رجل يقول ما خدش وقت الزملاء عند هذه النقطة يعني هنا يعني انا بقول الاعتراف بالحق الفضيلة يعني ان احنا عندنا مصادر اخرى من المعلومات دراسة التجربة الكورية والفيتنامية والكلام زي كده دي ما فيهاش مشكلة في ان حد يقول لنا هي فيها ايه ولا البريطانية طيب وعايز اقول كمان ان عندنا مصادر موجودة في الجهاز المركزي للتعبئة والاحصى ومصادر في مركز المعلومات ودعم القرار قليلا ما نلجأ اليها بنلجأ للمسؤول المسؤول شغلته انه يدفع عن السياسة العامة يعني هو مش مقصر انه هو يقول لك ايه يا ام انا مش فاضي او انه يجي لك ويقول لك ويدفع عن السياسة العامة ده ده واجبه انما انا عايز اقول ان احنا بنخرج برا السندوق ده اللي واجبنا انه هو طالما احنا ماشيين بطريقة في الوقت دوت ان الفجوة التمويلية اللي موجودة ماشية في طريق الطموح لان مصر بقت طموحة يعني السقوف بتاعتها مش بتاعة نأكل الغلابة وخلاص لأ يبقى معنى كده ان احنا لازم نسد هذه الفجوة بدخول رؤوس اموال جديدة الى الساحة الانتاجية طيب انا هجي لك دكتور علي كنت هجي لك فعلا يعني عايز تعليق من حضرتك على ما تفضل به الدكتور عبد المنعم سعيد فيما يتعلق يعني بيقولوا في التلاتين دولة اللي اشار لهم مفيش دولة بتدير منظومة العيش حضرتك قلت كده منظومة العيش وحاجة تانية والعقارات والاسكان هل احنا ظروفنا في مصر تسمح ان احنا نطبق حاجة زي دي في ملفين من اخطر الملفات الاسكان والعيش والله اشوف وفي بعض قطاعات الحكومة المفروض تخرج منها زي الكافيهات والريستورانت والمحطات البنزين والحاجات دي الدولة مش مفروض تعمل الحاجات وفيه حاجات الدولة مفروض وفي الواسيقة اعتقد انها هتخرج منها من هذه القطاعات اه فيه وفيه قطاعات الدولة مفروض تتمسك بها تعليم يعني ماليزيا عملت اهم حاجة عندنا تعليم والصحة والصحة ده مهمين جدا مهاتير اللي انت ذكرته اول حاجة عملها جراح جاب الناس من القفور ومن الاماكن المختلفة وحطهم في مدارس داخلية يعلمهم تعليم صح والتدريب الفن لما علمهم تعليم صح البلد تلعت سنغافورة نفس الشيء طب كان عدد السكان قد ايه ساعتها 20 مليون يمكن ولا حاجة ساعتها فهو عدد السكان احنا برضو عندنا بالنسبة والتناسب مدرسين بالعدد الاكبر يعني احنا والدكاترة اكتر ففيه قطاعات لابد الحكومة تتمسك بيها وفيه قطاعات لابد الحكومة تطلع منها ودي التجربة الدولية بتقول كده انما انا عايز اؤكد على النقطة اللي قال انا اشأد به عملية رؤية الاعلام لرجل الاعمال رجل الاعمال اللي انت عايزه يبقى هو قائد المسيرة في الانتاج وفي التصدير وفي الحاجات دي بيقتال كل يوم صرته في المسلسلات وفي الافلام وفي الروايات انا اذكر حال انا كنت مدير الاستثمار في احد البنوك وكان بيجي لرجال اعمال كتير شايف فيهم صور حلوة جدا عملوا مصنع انتاجوا صناعة جديدة الاخر فقلت اكتب كتاب عن سامة رواد الصناعة وبعدين رحت لأحد الناشرين الرجل من رجال الاعمال قلت له عايز انشر الكتاب قال لي ليه ده كلهم كذا وشتا مش تيبة قوي انا حدي لك كتاب تترجمه عن روكوفيلر ومورجان قلت له يا سيدي دول احنا عارقينهم احنا عايزين الجماعة بتوعنا نمديهم صورة حلوة دلوقتي اتغير الجو شوية انما لابد يكون فيه مراجعة تامة لعلاقة رجال الاعمال بالدولة مش علاقة المستجدئ ولا التابع ولا الساب كونتراكتور او المقاول من الباطن لابد يكون شريك والدليل على كده انا زملة من القطاع الخاص انا يعني ما كانش ليه يشرف ان يكون قطاع خاص مثلا ترشيد الاستراد قررت ترشيد الاستراد اللي طلعت في يوم وليلا وقفت الاسواق واضطرينا ان احنا نعيد النظر فيها بعد شهرين ثلاثة طب ليه من استشيرش الناس دي قبل ما نعمل القرار ده هو دي الشيء اللي كان بيتكلم عنه اظن اخلي بيه ان لابد يكون فيه نوع من المشاركة الجديدة بين الدولة وبين القطاع الخاص ما يبقاش القطاع الخاص والتابع خلينا اتكلم على حاجتين بالصفة ان كنت بشتغل في الحكومة ووكيل الوزارة وانا فخور بالخبرة بتاعتي ولو ان انا طول عمري في المكان الاكاديمي ان احنا عايزين نعيد تنظيم الجهاز الاداري طبعا احنا بنين عاصمة ادارية جديدة وده برشة خير انما لابد ان احنا نعيد تأهيل الموظف العام ده اهم حاجة لما عبد الناصر عمل قطاع عام عمل معهد الدراسات معهد العالي للعلوم الادارية اللي هو كان مسؤول عنه محمول الشريف او الاخره في الستينات فاحنا محتاجين ان احنا نعيد تشكيل الخدمة المدنية بحيث ان هي تبقى مصدر فخر ومصدر وندفع لهم اجور كويسة وفي نفس الوقت انتبعهم القطاع الخاص لما ندي له دور اكبر مش معناها سدح مدح معناها برضو رقابة يعني انطور جهاز البورصة الرقابة المالية الحماية المستهلك كل الاكهزة دي لابد نعيد تنظيمها ويمكن كلمة مش نقد ولكن كلمة في ونقد مش عيب يعني ما صوتش يعني انتو ذكرت يعني مثلا كان في وزارة اسمها وزارة الاقتصاد في مصر الوزارة دي تلاغت تلاغت ليه بينما احنا دلوية الداخلين في مرحلة مفروض نحط سياسات اقتصائية طبعا في وزارة التخطيط موجودة في وزارة التجارة والصناعة موجودة ولكن مين اللي عد الوثيقة دي مفيش حد من الاكهزة اللي انا بتكلم عنها اول عدها عدها مجلس الوزر بالتعاون مع مرحز المعلومات طب شي جميل عايزين حكومة كلها تنتمي الى الوثيقة دي يعني مريحش الوثيقة محبذ باسم الحكومة كلها؟ تمام باسم الحكومة كلها؟ ماشي بسيبا فيها نقاش كبير اخر حاجة عايزة اتكلم عنها عملية الحكمة والشفافية احنا تكلمنا ان الوثيقة تتكلم عن الحكمة والشفافية الحكمة والشفافية لاها قواعد معروفة في العالم كله انا لو انا شاري ساهم في مصر الجديد للاOY اسكن والتعمير لابد يكون ليه حق أننا عرف معلومات أساهم في القرار بالرغم أننا سيكون أقلية إنما يكون ليه وضع فلابد أننا نغير قواعد الحوكمة ونطبقها بشدة بحيث أننا فعلا نشجع الراجل الخاص أن يطلع فلوسه ويحطه في سهم لأن الإقطاع الخاص ليس بس الشركات الكبرى كل واحد مننا لما يستثمر أكثر البلد فتبقى عكت خليني متحد بيه معلش شوية بقى كده نخش في الموضوع نحن عندنا تخارج الدولة من بعض الأنشطة وفقا للوثيق صحيح كيفية التخارج زي ما أنا فاهم هيكون عن طريق البورصة أعمل أسهم واترحها وكذا هل البورصة المصرية الحالية وعاء يستطيع أنه هو يقوم بهذا الواجب البورصة المصرية زي ما دلوقتي الدكتور بيكلم على أنه الشفافية والحوكمة البورصة المصرية وسوء المال المصري خلال الفترات الماضية كان بيؤدي أداء أقل من يصفينه سيء صحيح هل طموح مصر أن هي تنطلق زي الدكتور عبد المنين مقال البورصة وسوء المال هيقدر يلبي متطلباته من الوثيقة؟ أنا أشكرك نشأت بي أنا يمكن قلت قدام السيد رئيس الوزراء أننا البورصة المصرية الآن في أسوأ حالاتها وقلت أنها في أسوأ حالاتها على الأقل منذ عام 2010 وحتى الآن هي في أسوأ حالاتي والكيرف نازل أو المنحنة نازل من 2010 وحتى الآن وأوضحت الأسباب وأوضحت المؤشرات اللي قلتها مع حضراتكم قبل كده لما يكون رأس المال السوقي اللي هي قيمة السوقية للأسهم المقيدة في البورصة لا تتعدى 8% النهاردة من نتج المحل الإجمالي بينما كانت في 2008 عاشية الأزمة الاقتصادية قد بلغت 103% يبقى أنا عندي تراجع مخيف عند أصول لما تتقرن بطيار لازم تبقى أكتر منه خصوصا في البورصات المتقدمة يعني الهونج كونج أربعة تلاف في المية أربعة تلاف وشوية في المية بورصة هونج كونج فهذا كانت تتخلن حينينا 8% إذن لم تعود مرآة إحنا كنا بنتعلم وبنعلم الطلبة في السياسة واقتصاد نقول لهم البورصة هي المرآة ومحافظين كلمتين هي ليست مرآة الآن هتبقى مرآة للاقتصاد إزاي وهي مش شايفة غير حتى قد كده من الاقتصاد وشايفة قطاعات قد كده وليلة جدا ممثلة وتقريبا قطاع البنوك هو المستحوذ على على معظم النشاط ومعظم المؤشرات وتحديدا في قطاع البنوك هو بنك واحد بس مصرف واحد بس يبقى إحنا عندنا بورصة بتعاني من أزمة كبيرة جدا يمكن أنا شرفت بكتابة ورقة في المركز الذي بيشرف برئاسة الدكتور خالد أكاشا تحدثت فيها عن المساوء الكثيرة وكيفية الخروج من أزمة قلت فيها بالخلاصة يعني أن مرآة البورصة عامية مرآة البورصة دي حقيقة لكن اللي عايز أقوله كمان أن المشكلة يمكن فيه كوريليشن إحنا في الاقتصاد فيه حاجة اسمها كوريليشن أو معامل الارتباط معامل الارتباط ويمكن السببية كمان اللي هي أقوى من معامل الارتباط شوية هناك سببية واضحة جدا بين أسلوب الإدارة لهذه المنظومة المهمة جدا سواء بين البورصة أو هيئة رقابة المالية وبين الأداء المترد تقريبا هم نفس الأشخاص يعني هم اللي كانوا موجودين في البورصة ثم انتقل إلى هيئة الرقابة المالية ولأنني محبش شخصا أمور لكن حقيقة الأمر الهيئة نفسها تتدخل الآن في طريق التعيين الرؤساء الشركات تتدخل في انتخاباتهم تتدخل في كل شيء بحجة أن الإدارة هي أهم شيء طيب أنا مصدقك لكن الإدارة أيضا عايز النتائج يعني تقاس طبعا ما لم يمكن قياسهم رقبتهم ومش بس كده أنا مصدقك ومصدق اختيارك أنت للناس أنت اللي بتعين للناس رغبناهم انتخابات يعني بتعين تقريبا رؤساء الشركات العاملة في مجال سوء المال لكن هذا التعيين يجب أن يطلق انت كمان يعني انت قرقيب يجب أن تكون محايدا ويجب أن تكون منظما ويجب أن وعند العكام رئيس البورصة ورئيس سوء المال رئيس البورصة ورئيس الوزراء ورئيس سوء المال ورئيس الجمهورية لأن هناك دسترة لهيئة الرقابة المالية في الدستور للأسف أصبحت هيئة الهيئة الموحدة المالية المصرفية وغير المصرفية لكن احنا ماخدين نظام الدول أو النموذج المزدوى اللي هي الهيئة للرقابة المصرفية اللي هو البنك المركزي ورقابة مالية غير المصرفية اللي هي هيئة أخرى تعال حضرتك للثلاث أسواق دون استثناء البورصة قد يقولنا أداءها أو قلنا مؤشر من مؤشراتها وطبعا نجيب لك عدد العمليات وحجم التعاملات وكله مش محتاجة كله عارف التأمين فيه حاجة اسمها الـ Penetration Rate في التأمين هو السوق التاني اللي بيطرقب عليه لها هيئة رقابة مالية اسمه السوق التأمين التأمين Penetration Rate اللي هو لما تجمع البوالس أو قيمة قيمة الأقصاط التأمين وتقسمها على الناتج المحل الإجمالي 0.11% 0.11% دولة زي أمريكا مش مكمل 1% مش مكمل 0.5% مش مكمل 0.5% فده مؤشر تاني لتردي الأداء طبعا ليش أنت قلت هون كونج 4000% ده في البورسة في البورسة كانتج محل إجمالي تقريبا كنا عشان أفهم بس إحنا أمريكا مثلا 12% 12% وفي دول تبقى أكتر من أمريكا كمان لكن إنت بتتكلم التمويل العقاري حد سؤال حرك لو لمبادرات الرئيس لمات هذا القطاع تماما منذ سنوات فعايز أقول إيه إن إحنا يجب أن ننظر بعين الاعتبار إلى آلية التخارج إحنا في فترة من فترات تكلمنا عن الخصخصة وكان فيه مشروع سمي بمشروع التوريس في فترة من فترات والناس عرفوه إعلاميا بالتوريس اللي هو سقوك الملكية الشعبية اللي هيك شبه فيلم عايز حقي ده وكان الاهتمام بالآلية وليس بالفلسفة الآن نحن نهتم بفلسفة التخارج لكن مش مهتمين بالآلية لسبب بسيط أن أنا إزاي حتخارك بالكمية دي أنا بتكلم على 8% من نجر يلا فك وعمل طروحات طب تعال تعال أقول لك الطروحات الحكومية كان مصرها إيه أولا إحنا من 2016 كان فيه برنامج الاقتصادي وفقا لتقارير البنك الدولي والتقارير الـ IMF اللي صندوق النقد أسوأ أداء هو أداء الطروحات والأسباب اللي أنا قلتها وأسباب أخر لكن تعال هات الطروحات كان 24 طرح عام مفتوكنا نعمله عملنا 3 طروحات ما فيهمش غير طرح عام واحد والأسف معظمه كان برايفت بلايسمينت يعني معظمه كان القطاع الخاص ما كانش فيه طب لك بلايسمينت قارنه بقى بطروحات 2005 اللي احنا اللي اتعاملت 3 طروحات و4 في سنة 2005 لها طروحات كبير ونسبت بكميات كبيرة بـ 20% وكان الإقبال عليها كبير جدا ودخل ناس كتير جدا كودوا أو تعملهم أكواد جوه البورصة وعملت زخم في البورصة المصرية خلال الفترة وأنعشت البورصة فعلا وأنعشت القطاعات التي خصصها طيب أنا عندي أزمة حقيقية لازم أشوفها وقلتها ورزق على الله يعني قلتها قدام رئيس الوصر وقدام الوزراء المتخصصين وكانوا قاعدين فلا إحنا آلية التخارج هي أهم شيء وما نكون نكلم على التنفيذ من غير ما ننظر إلى آلية التخارج مش حصل لحاجة مشكلة وهنا نتهأت النقطة التانية الاستقلالية المنظم الريجيوليتر ودي حتى أثيرت في اللقاء وقلنا الريجيوليتر في أي مكان لما بيكون مستقل بيدي إشارات جيدة لدخول القطاع خاص الـ NTR مثلا المنظم للاتصالات في بداية عمله تحديدا كان مشجعا لشركات كبرى عالمية أنها تدخل للسوق المصر المنظم في مجالات القهربة مثلا ندعو الآن أن يكون مستقلا تماما عن الحكومة كي يجذب استثمارات القطاع الخاص في الرينيوبلز وفي أنشطة التقل الجديدة والمتجددة وخلافه كذلك المنظم في سوق المال يجب ألا يأخذ موقفا عدائيا ويعادي الناس ويكون حجم الأضايا في المحاكم النهاردة كبيرة جدا حاجة غريبة جدا حاجة ملفتة للنظر يعني يمكن يتعمل بها مؤشر لوحد مع إيه؟ لا لا أضايا أعرفين؟ الأضايا مع مين؟ الرقيب يعني هيئة رقابة المالية بتقاضي الناس يعني بتقاضي الناس والناس بتقاضيها فأصبحت المحكمة الاقتصادية متخامة بكمية أضايا غير طبيعية أعتقد أنها غير مسبوكة يعني مفخا للرؤية وقاش ريافت جدا يا دكتور عبد ملعم الترافين بيعادوا بعض في إشكالية معبرة عن أزمة السوق في وسط سوق ميت أساسا يا فنتم درقي بتخانق مع الرئيس البورصة يعني إحنا عندنا إخناقة واضحة كانت قدام الناس وآخرهم تقرير هيئة الرقابة المالية كاللي كانت طلع التقرير بيقول بالزبط مطلع البورصة المصرية أسوأ أداءا بين بورصات العرب علشان كده طب تغيرت أقول لنا علشان كده السؤال إزاي هتكذب مستثمرين هو يقدر هو مش يقدر يشيل الـ 8% وعشان كده المشهور كلمة المشهورة أنت جاي تنتقد ما بتقولش أنا حطيت ما بتسئل بحط قطة من قصيرة الأجل متوسط الأجل طويلة أجل قلتها في كذا ممكن ده مش مجال فضل كلامك حلو والله هو عجبني وقص بالله وجاء على ممعدتي السؤال هل في خلول أطبع أنا بقول لحضرتك أنا استبقت السؤال بقول لحضرتك أنا كنت جاهز بحلول من وجهة أنا رجل اشتغلت في المجال ده 16 سنة وكنت رئيس وكنت رئيس السيرفيلانس يعني رئيس الرقابة على التداول وأنشأت الريسك مانجمينت أو إدارة المخاطر في البورصة المصرية وبعدين دوحت مستشار في هيئة الرقابة المالية ومسكت الكوربت فاينانس تمويل الشركات وعملت مؤشرات مع S&P ومع داو جونس ما دخلش ومسكت ملف الاستدامة انتو خبت أثناءها نائبا رئيس لجنة الإسلام والتحاد العالمي للبورصات فأنا مش بكلم من واحد قاعد بقر القم بعيد أنا بكلم حضرتك من واقع خبرتي وظيفة يعني 8% دول ممكن يوصلوا كام بإصلاح إداري لا نرجع تاني لفوق 100% زي ما كنا لأن احنا أولا كمية النفور وخروج الاستثمارات غير طبعية خلي بالك 2016 كمية النفور دي كلما خاطرة جدا طبعا لما حضرتك علشان المستثمر الأجنبي قاري كلامه ولا بتقريمه دكتور متحد ده ما هواش أسرار لا العالم كله عارفه لكله منشور يا فلم أنا لما حررت سعر الصرف كان لازم يدخلي الأموال الساخنة اللي دخل اللي اشتكى منها رئيس الوزراء دي جات فين جات ليه جات في أدوات الدين دخلت في أدوات الدين لما أنا حررت سعر الصرف كنت مفهول تخش فين بورصة الاستثمار غير مباشر ومنه إلى الاستثمار الصور المباشر ده بيتحاول الاستثمار مباشر لما تكبر ملكيتك فيه بقى استثمار مباشر لما تعمل ذات روس أموال بقى استثمار مباشر كل ده ده منفذ وبعدين في حاجة تانية بقى خطيرة جدا هي مش قالية خروج للحكومة بس ده قالية خروج لقطاع الخاص نفسه انت لما تدعو الضيف لوالك القطاع الخاص الأجنبي بالذات لأن انت عندك معضل الدخار تعبان جدا 9% دول اللي انت نفسك توصلها انت 5.5 شوية عشان توصل لـ 9% الدخار برضو لازم حديث الدخار العائلي العائلي المحلي 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 سمت المدرسة معلش يعني معلش يعني معلش دخار بالذات اه انا مقهور ألاقي المستريح بيلم مليار والبنك مش عارف بيلم مليار محو ولاقي يعني هو ده برضو ده كل دي عاور ده عاورت الشمول المالي ما احنا قولنا قبل كده الشمول المالي نقصه شمول يعني الشمول المالي نفسه عنده مشكلة كبيرة كده انه يخاطب يعني المستثمر الصغير والمستثمر الذي لديه فوقت لكن اللي عايز اقول اولا بس عشان دكتور عب منعم كان سألني على تصنيف مصر جريكة 114 فعلا في ممارسة الاعمال احنا مركزنا 93 في التنافسية تحسننا شوي لكن طبعا لما تدخل في المؤشرات الفرعية سواء لمؤرسة الاعمال او التنافسية ستجد ما يصرك يعني وانا لا لا يصرك اه بالضبط يعني بالمعنى للأسف السلم لا افضل احنا جاب بل يا دول جاذبة للاستثمار وشغالة كويس اوز طبعا التجرب دي ليه ما بنعمل هاش ما هي ليه دي بقى اسئلة كبيرة مش احكت ليه التجربة نكحة جنبنا يعني السيد نشأت قالك المغرب صحيح ما خدت مصانع سيارات وشغالة في الزراعة ما شاء الله وكل كلم ليه ما بناخدش هذه التجربة يعني حتى احنا كلمنا قبل كده يمكن كتير في حلقات سابقة عن تجربة المغرب تحديدا او مش المغرب بالاسم وفيتنام والدول دي وصناعة السيارات وطعمقها اللي دولة انتبعت لها طبعا بشكل كبير دلوقتي مرة اخرى لكن اتكلمنا معوقات كتيرة جدا منها مثلا غياب الاستراتيجية اللي صدرت برضو من يومين فاكر كنت بقول لها حضرتك احنا كنا عالين من السنين استراتيجية تصنيع السيارات من 4-5 سنين فصدرت فصدرت الحمد لله اخيرا فنتمنى طبعا انها انتلقى النجاح في التطبيق فلا في حاجات في ايادي مرتاشة في فرصة ضائعة في عملية التمويل المنشروعات القومية يعني احنا كان عندنا مثال تفريعات خناة السويس واخبال الناس انهم يحطوا فلوسهم الى اخر ليه من جبش المستثمر العادي يحط فلوسه في القطار السريع او يحط فلوسه في مترو الانفاء او يحط فلوسه في مشروعات الطرق بدل ما بنحمل ميزانية الدولة قد كده والدولة بتستلف اذا كان هناك تمويل الناس معاها فلوس ليه ما نستخدمه يمكن ده يرجع مرة تانية الموضوع زي ما قال نشأت برضو ليه الناس بتروح تدي الفلوس للمستريح متحطاش في البنك عائد أسرع خلينا برضو ناخد الحديث في اتجاهين لقطاعين مهمين الصناعة والزراعة محسوس بيحة حضرك هتكلم عن الزراعة الزراعة بالنسبة للدكتور خالد قال سيادة رئيس طالب ان احنا نزود صدرات مصر الزراعية لمية مليار لا كله لا كله مبدأين يعني انا بس يعني انا همسل قطاع الزراعة ونقول ايه اللي احنا عاملينه لهذا القطاع عشان يزود صدراته احنا في بعض الناس بتقولك يعني احنا ما عندنا اسطول تجاري بحر سريع ده بيفقدنا حاجات كتير جدا ولا بطيء انت ما عندكش اسطول البطيء ده يا فتن ما عندكش اسطول بس خلينا انداز بتسمعنا مفيش عندنا اسطول مفيش مصر لا يوجد ده اسطول تجاري بقالك بقالنا سنين بنتكلم في هذا الموضوع ولا ما فيش حاجة بالتهم اللي بيحصل دلوقتي انك بتخرج من اسواق كتيرة بسبب هذا الموضوع يعني ده ممكن يتحل بحاجات كتير جدا عملنا مساندة تصديرية للمصدرين كويس هذه المساندة تستخدم في الازمات اكتر ما تستخدم في الحاجات العادية الالية غير مظبوطة اطلاقا يعني بتدي للعائد للتصدير لو اديت له عشر جنيه بترجع تاخد خمسة جنيه منه تاني ولا عائد منها لكن لازم يبقى لها دور فعال زي ما كان قبل كده من 2008 لما حصلت ازمات وده 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 الدولة مش معقولة انها تشتغل انها تزرع عنب وفلفل وخضار الدولة تزرع وعندنا مستقبل المشروع مستقبل مصر وهذا المشروع انا في رأيي انه هايل جدا بس يستخدمه في المحاصيل الاستراتيجية اللي تهم الدولة عندك نقص في القمح عندك نقص هو شغال امه وشغير اموما يعني لا لا ده لازم اصلا انت ممكن انت بعد ما تدخل التبعة الجديدة دي هيبقى ما شاء الله يعني ممكن تستخدم استخدام جايد جدا لازم تدي سخة المزابعين دلوقتي والمصانع التصنيع الزراعي كلنا بالنوعاني جامد جدا اصعاب النقل البحري طلعت جامد جدا اصعاب الموبيدات والاسمدة يعني زيادة خمسين المية او حاجات وصلت سبعين المية وكساد في اوروبا ما بيزودش الاصعاب طب انت كمصدر هتعمل ايه اذا وقفت ليس مش هتقوم لك قائمة بعد الان فلازم بتصدر ولازم تكمل مع الناس دي عشان ما تقفش لكن في النهاية الاوضاع دي لازم تتحسن انت كل الزراعة او التصنيع الغذائي كله الاف وملايين العمال بتشتغل يعني قال له واحد في المزابع الكبيرة عنده الف عامل الف وخمسمائة عامل واصر كل الف وخمسمائة عامل اللي فيهم اضعاب فربعة او خمسة ربع العمالة في القطاع الزراعي في القطاع الزراعي ده القطاع مهم جدا لكن انك هتسيبه يسقط والتنافس فيه هيبقى صعب تشوف النهار ده التوم بكام البصل بكام انا متكلم من المزاب اما انا في كلمة بكام دي معنا انا رخيص ولا غالي برضو رخيص جدا المصيبة زعب بتحصل هو رخيص وبتحصل هو غالي غالي دي بيستخدموها ساعات البامية يقولك ده طلعت ورتفعت ده في العروة بين العروات با 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 بتاخدش اسموها لكن المعاناة المزارعين دلوقتي انا بتكلم على مهم سواء مزارع صراعية او مزارع كبير اللي بيحدث السنة دي في المحصول انت نمي واحد في تصدير الموالح البرتقال اه نمي واحد في تصدير الفراولة الفراولة المجمدة مفهوم كويس السنة دي ايه اللي بيحصل انهيار ليه الحرب الاوكرانية دي لما بيطلك حاجة زي روسيا واوكرانيا اللي بيستودوا منك والعنب والرومان نفس القصة كل ده انهيار طب معلش محسن بي برضو عشان برضو تعز حلول لا دي دي فترة استثنائية اللي عالم كله بيمر بيها مبارح كاتروسي بتقول الاسمدة اللي مش هتصدر من عندنا يبقى مفيش زراع مفيش غزاء يعني انهم ده كله بيليه دراع بعضه بس انا بكلم على قطاع الزراع في مصر انا وجه نظري وانا مش بتاع اقتصادي يعني انه اثناء الازمة دي كل دولة انكفأت على اوضاع داخلية تطور الزراع بتاعتها هل يمكن لقطاع الزراع كله على بعضه القطاع الحكومي او الوزارة والمستثمرين وكبار المستثمرين الزراعين والصناع بتاع السلع الغزائية هل يقدروا يلتقطوا الفرصة ويعملوا ويوطنوا صناعات وزراعات جديدة ويزو دعم الانتاجية لانه العالم كله دلوقتي بيعتمد على نفسه ما وفيش ثلاثة الامداد العالم بيعتمد على نفسه ولازم يطوع نفسه انا ويسمعك صدار جمعية التنمية وتطوير الصدارات المستنية لما ابتدنا سنة 96 كان التصدير مصر من العنب 5000 طن النهار ده وصل كام وبايه بالعلم وبنقل التكنولوجي وبنعلم المزارعين الصلاعيين وصل كاما 140 الف طن من 5 إلى 140 أنا عايز وصل مليون انت عندك الأرض وعندك انت عندك دلوقتي استنبطت حاجات انت من برة جبت من جنوب وفريقيا وجبت من فين وفين شفت طبعا حاجاتي طبعا ولفين العالم في الكلام ده كله لكن التصدير هو حلقة متكملة ما بين النقل والتبريد والزراعة والكواليتي والمسافة الليجيستية طبعا هذي حلقة متكملة ولازم الدولة كلها يد احنا بنعمل إرشاد بنعمل للمزارعين الصغيرين إرشاد على مستوى المرية انت بتزرع ولا بتصدر انا بزرع وبصدر يعني معلش اللي انا فهمه برضو ورجعوني يعني احنا عندنا قطاع زراعي يعني عايز دماغك كلها في تطوير زراعة وستنبط محاصيل جديدة وإنتاجية وغيره وخلي شركات متخصصة في التجهيز للتصدير وشركات تفتح اسواق وشركات عندها مراكب تؤجر فراغات على مراكب على طيران على غيره لأن دي معقدة جدا انت لو عملت كل حاجة يبقى احنا فيش هادة يعمل كل حاجة طب احنا عشان كنا عزم نرجع للموضوع الحالة نفسها لازم بتعطيب تجميل ووصيقة ملكية الدولة فيما يتعلق بالزراعة فيما يتعلق بالحاجات اللي حضرتك كاني اطرحتها شايف ازاي النقاط اللي بتتضمنها الوصيقة فيما يتعلق بالمجال في وصيفة ملكية الدولة يجب ان الدولة تطلع من المحاصيل الحاجات تتشتغل في المحاصيل الاستراتيجية ايه الامح والشعيف الامح الدورة البنجر السكر كل الحاجات دي ماشي وتسيب ايه تسيب الخضار وتسيب انت عندك اكتفاء ذاتي اصلا لكن اللي حصل ان الناس هتفلس من التزاحم في المنتجات جميل جدا دي النقطة دي واضح فيما يتعلق بالصناعة يا بهيلي الحقيقة انا بس كان ليا تعليق استهواني فكرة دكتور عامين ساي اللي ما اتكلم على موضوع الخبز ده لان الحقيقة يعني الموضوع ده بالنسبة لي انا شخصيا بفكر فيه تفكير مختلف اولا هو فيه طبعا قلية في وزارة التبوين طبعا مسلاحة السهاشة الوزير الحالي حبيبنا دكتور عام صالحي اللي هي فكرة نقاط الخبز واستبدالها باشياء اخر احنا عملنا كارسة احنا علمنا الناس واولا استهلهاكيين لأشياء لا يحتاجوها اصلا وبعين في الاصل الراجل ده اللي هو مش محتاج الخبز ما انا لازم اراجع الموضوع يعني هو بيستبدالها بأشياء قد تكون كما يطلق عليها سلعة السفزازية النهاردة لا استفزازية ورق الشاي وشاة مكرون السفزازية لا 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 يا فنم لا لا الحاجات حاجات احنا المواطن لخمسين جنيه في تمويل وراح جاب بهم عيش راح جاب بهم الخمسين جنيه هيجيبوا سلعة السفزازية ما ورضو يعني يا فنم النهاردة تكلفة الحكومة او الفرق انا عارس تكلفة الحكومة كام انت بتكلم اولفع سبعين ارش على الرغيف الواحد يا فنم انا فاهم انا بقول بتكلم على الخمسين جنيه اتفضل حضرتك ادي الناس اوافقك تماما الدعم النقدي تماما هذه الاطروحة كانت بقالها مدة انه يدي له دعم نقدي وبدل ما هو هياخد استهلاكه خمس تبغيفة يا محسن بيه الله يرحمه الدكتور علوت فيه قال للرئيس مبارك الله يرحمه برضو احنا نحاول اول واحد قال نحاول لدعم نقدي ودني انا معك في الدعم انا بس يعني حبيت اقول الملاحظة الملاحظة الاخرى او ما قال له كده مش الاغدير كنا في المغرب لما اسسنا تابقوا لي شرحتنا اللي بيحصل لا انا قابلت وزير الاقتصاد في المغرب وطبعا الرجل كان يقول بينتقدوه عشان هو جاب صناعة السيارات ومعندوش اصلا بنية تحتية ومعندوش صناعة او يعني خلفية عن هذه الصناعة قال لي انا لا يعنيني الا يعني اجر العامل اذا كان هو ده القيمة المضافة انا بحتاج ان اشغل الناس الله على التفكير فهذا تفكير جيد وانا عجبني جدا هذا الرجل كان اسمه محمد عبو اظن ان هو تم تغييره القضية بالنسبة لنا ولما رحنا تونس ايضا بيصنعوا محركات طائرات حضرتك زي ما انت بتقول احنا يعني انا شفت جمال عبدالناصر عشان انا يمكن اكبر بالدكتور عب مانعن برضو شفت راكب عربية رمسيس في هراء رمسيس اول عربية اتعملت ده اتكلم في السنتينات وانا في الاعداد اه لما كنا في مدرسة غمر مع رجل في تنزيون برضو لا انا شفتها وانت وانت لسه بتوركت انا عارفش خرج منها وانا اخرت فيها ازاي لكن انا القضية طبعا مش موضوع لان العربية كان صغيرة وكان بتونوي جنيه اظن انا حاجة زي كده انا بتكلم على ان انا كلينا السبق في كل الصناعات وكما ذكر ايضا عن طبعا اللي عمل وطلعت حرب خلينا بقى هيدك عايز توصل لايه بقى عايز توصل لقيمة الصدرات هل من المنطق او العقل ان احنا نفكر في مئة مليار واحنا بنصدر باقل من تلاتين او اتنين وثلاتين خمسة واربعين يعني طبعا تدخلت في دخلت كل حاجة للبترول لو عايز تدخل في العمالة كمان هيبقى وصلنا الحاجة تمانين عشان ما حبطش الناس ماشي بس عايزين نوصل لمئة مليار لا اكتر من مئة مليار بيه للتبريب بقول لك انا بفضر اللي بحصول بيه افضر المالة بتاع بيه يعني انا بكلم اقتصاد بيه لا هو يعني خليقهم اربعين يعني احنا بنستاول الضائف اللي بنصدره ده صح اكيد طبعا بس انا بس عايز استاول يعني برضو انا عايز اركز في اللي انا بقوله بس عشان ايه انا يعني عامل السن شتاعدم تركز من نشأتنا شتاعدم تركز من السيني والله العظيم اه هو بيبصلي يعني عارف بالاخباط بصلك لو عايزين نتكلم على صادرات انا ممكن اقول لحضرتك على يعني وجهة نظر بسيطة جدا وقطاع واحد يحقق الميت مليار دولار طبعا الغذاء ده بضع يعني اعتقد ان ممكن الاهتمام بيه وممكن جدا يكبر وزيد اقولك على قطاع الدواء مسلا مصر لديها ما يقرب من بتيه بمصر عدواء يعني انا عندي صفاتين طبعا بصفة ان انا ايضا رئيس لانجي التعاون عربي انا زورت الامارات العربية قابلت اكبر شركات ودي بملكها شيوخ هناك تخيل حديتك لما يكون حد عايز يستورد منك طلبه ايه غالبا انت بتتفاوض مع حد بيطلب انك تخفض له سعر بيطلبه ان حديتك تزيد سعر الدواء لان الدواء المصري سعر ومتدني جدا حضرتك لما بتبيق اولا الصيدلية هناك اجاراتها غالية طبعا تكلفة التشغيل والسياد لارقام عالية فبيجيله دواء من مصر يعني فيه المدير التنفيذي اللي هو في الدبي قال لي انا بجيب من مصر حاجة عشان اليوريك اسيد يوروس هلفيين او حاجة كده قال لي بتمانين جنيه بتقعد معي سنة البديل اللي بيجي من دولة عربية اخرى مش من برة وهو جنياريك مش سعودية ما لا بالأردو للأسف بتمنمية وهو نفس الدواء حضرتك احنا النهاردة عندنا فيما يعني احنا بكلم عن البيروقراطية وعلى عدم القدرة على اتخاذ قرار حقيقتك انت عايز تدعم مواطن بر ليه يعني انت النهاردة انت كدولة مصرية او كوزير صحة او كهيئة دواء النهاردة حقيقتك ارفع سعر الدواء لان بيريونتس احنا نبيع كتير جدا دواء لكن زي بحيطك اشارته زي ما دكتور عبداليم قال الاردن بقى عندها شركة واحدة بتصدر اربع اضعاف صدرات مية وستين شركة بيصدروا دواء اللي بار انت عندك افريقيا اسواقك الواعيدة والدول العربية لو حسنت النهاردة الاسعار هتقدر تحصل على هذه القيمة من قطاع واحد انا عايز اضيف حاجة لموضوع الدول خاصة بالاصول والنتخلص منها احنا بنعمل حاجة دلوقتي اعتقد ان هي يعني تهون كبير قوي في الوصول بتاعتنا ان احنا بنبيع شركات الدول الشركات الدول المصرية دلوقتي دي بيسموها كاش كاوي يعني بيجيب فلوس بقر حلوب هترد حضرك علي بقر حلوب احنا بيعنا شركات ادوية انا اش كنت بدرس حالات من حالات الشركة زي شركة امون مثلا بيعناها بربعمائة مليون اللي اشتراها باحها بستمائة مليون واللي اشتراها التاني باحها بستمائة مليون واحنا بنتفرج يعني اللي أخذنا الضرايب على الربح أو اللي بيسموه ضريب رأس المالية ونفس الشيء بيحصل لمعامل التحليل والحاجات دي بنبيعها لأجانب إحنا لابد يكون فيه وقفة قوية جدا بخصوصة هنبيع إيه ونخلي إيه ما هو ده الوسيقى فان في الوسيقى أنا خلصت كده في فاصل لا أنا محمد بي خد نوقف مني طيب 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 لا شهد ديب ولا لا قد لأسيز محمد استليش بعين رضي طيب 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 أسيز محمد تكمل الفكرة عشان أن أخذ فاصل طيب أنا كل اللي عايز أقوله أن عندنا فرصة زي ما احنا اتفقنا جميعا أن هذه المحنة ممكن تطلع منح كثيرة جدا صحيح استخدامها لابد أن يكون بواسطة خبراء الصناعة عندنا وده مش تحيز الصناعة لكن عندنا في الغرف الصناعية خبراء يقدروا يعودوا يقولوا كلامهم في هذا الشعر سواء في السنة الغذائية أو الأدوية أنا مستشار غرفة الأدوية أيضا وممكن نقعد ونقول أفكار تنفذ غدا صباحا لو أراضي الدولة أنها تستمع إلى الفكرة الدولة مين يا فندي ماليش نعمل الدولة مين اللي مش حزين الدولة بتدور على أي حاجة الدولة بتدور بتقول لك ما عزيز نصدر ورئيس الدولة بتقول لك ما عزيز نصدر ووزير الصحة كان فيه مؤتمر الأدوية ريب أكيد كنت حاضره يعني أعتقد أن إحنا بندور على فرصة طيب لماذا لا نبدأ يعني حقيقتك يعني أنت بعيدت عن اللي أنا قلت أنا قلت حاجة واحدة بس حقيقتك تحتاج أن ترفع أسعار الدواء أنا كنت عضو اللجنة العالية للسلطرة مع السيد عادل العدوي وكنا بنتكلم على تحريك أسعار الدواء عندك قطاع أعمال زي ما ذكر بيخسر يعني شركات دواء بتخسر لأن طبعا التسعير كان وتسعير الدولة اللي بتسعره عشان المواطن مع بعيدة يعني أبتكلم هنا على فكرة أن هذه الأدوية سعرت لما كانت دولار بتلاتة جنيه أو أقل النهاردة الدولار حتى منتاشر جنيه حضرتك بتكلم عن محلي برضو هو القضية هنا مركبة لا معلش جود لا دي يعني ممكن أشرحها بشكل بسيط الدول اللي بتستورد منك بتطلب أن يكون سعر التصدير هو سعر المنطق في بلده احنا اقترحنا اقترحنا على هيئة الدواء أبو الوزارة تعمل نفسك بسيطة جدا داخل بلدك من الدول للتصدير وخلي الدول المصدر ده سعره زي ما عملت نئاسي في الشركة الأردنية عملت كت يعني سعارته في بلدها هو لا يباع في بلدها بالشكل الكثيف لكن خدوا أسواءنا كلها في الخليج وحلوا محلنا وبعد ما كانت هذه الشركات بتفهر أنه مكلاء للشركات القطاع الأمبصية طيب هنأخذ فاصل ونرجع نكمل معها مرة أخرى أهلا بكم في هذه الحلقة الحوارية وهروح لضيفي مباشرة الدكتور خالد عكاشة وتبعت هذا مش عايزة أقول الجادل وإنما الحوار حول الصدرات معوقات الاستثمار وقطاع الدواء وقطاع الزراعة والتجارب من الدول المحيطة سواء الأردن أو المغرب وهرب نتكلم بشكل معلن أنه العالم في حالة صراع للحفاظ على مقدرات شعوبه خاصة الغذائية كيف رأيت ما جاء في وثيقة ملكية الدولة ويمكن لنا أن نبدأ فيه فورا دون الخوف من العقابات الروتينية والدولة العميقة الموظفين والقوانين المعرقلة والكلام اللي نزوموا لقلوه أنا بشوف الحوار سريع جدا الحقيقة ربما بدأنا من وثيقة ملكية الدولة لكن دخلنا فيه عمق المشكلات المعطلة لمسارات بدأ للدولة المصرية أنها قادرة على قطع أشواط متقدمة فيها للأمان الحقيقة بدأنا في الحوار السابق وده اللي هقول يعني عليه مخرجات سريعة بدأنا من البورصة ووصلنا إلى المعوقات الإدارية الحقيقة ما أرى من هذا الحوار الثاري اللي جرى أن ربما نأخذ من وثيقة ملكية الدولة وأن يكون معالي رئيس الوزراء يستضيف السادة الخبراء المحترمين وغيرهم من الكيانات المتدخلة جوه هذا الملف في حوار ونقاش ويبدأ كما أشار لنا الدكتور متحة أن هو يكون فيه منصة ويستقبلوا فيها المدخلات من مقترحتهم الأكاديمية والعملية أيضا ونقل الخبرات أنا بجد أن احنا ربما يكون فرض عين علينا دلوقتي أن احنا كل مشكلة من المشكلات ناخدها في نقاش عبر حلقات يعني لو كان البورصة أنا ما أرضيتش أقاطع الحوار الثاري اللي ما بين حضرتك وما بين دكتور متحة وإحنا بنتكلم على الدولة بتعلن التخارج لكن ساحة التخارج فيها عطب هيكلي مزمن بإشارة من رئيس الدولة في ملعب في مباراة بسي ملعب بالضبط يعني أنا بسرعة جدا وإنتوا حضراتكم بتجروا النقاش هنا تذكرت إن الرئيس أفرد ليها بند مفرد في التلاتاشر توجيه وتكليف بإصلاح البورصة المصرية إذن لدى قيادة سياسية معرفة كاملة بوضع البورصة بالضبط إن الملعب غير مؤهل لهذه المباراة لهذه النقلة إذن يعني أتمنى وأجد إن دي من مخرجات الحوار لو إحنا فعلا في حوار مجتمعي وبننقل للمسؤولين النقاش اللي بيدور الثاري دوت إن إحنا عايزين نعمل حلقات نقاشية مايكرو صغيرة حوالين سوق الدواء من أول الإنتاج لغاية التصدير لأن الحقيقة حصل كمية متغيرات على العديد من النشاطات أتمنى إن إحنا ما نكونش بنفكر بتفكير نظري وبتفكير عام وشامل ربما الأحداث سبقته بكتير جدا ما نتكلم على القطاع الزراعي اللي مصر حققت فيه طفرة تصديرية ربما غير مسبوقة مش عايز أقول وغير متوقعة كمان لكن حقيقة لما نصل بهذه النسبة المليارية مليارات الدولارات مصر بتحققها في وقت الأزمة في جائحة كورونا وما بعدها يبقى إحنا هنا عندنا ميزة نسبية محتاجة للالتفات لها والحديث عن القطاع الزراعي بس بكل بقى من أول الغيط والفلاح لغاية التصدير والغاية السوق اللي كان بيحضر منه الدكتور من دقايق وهو بيقول إن إحنا نخشى أن نفقد أسواق في ظل منافسين والسوق اللي تخرج منه مش يتركانه تاني صح جدا ليه يعني السيد الرئيس وهو بيطرح وهنا أنا بقدم مقترح على الهواء لو السيد الرئيس كان واقف مع حضرتك ونت كنت حاضر هذا اللقاء وإستاذ عمر وهو بيقول على رؤوس الأموال العربية بيدعو الدول العربية إن الودائع تنتقل لاستثمارات تتحاول لاستثمارات مباشرة لماذا لا نستثمر فيه أسطول عربي تجاري لماذا لا نستثمر ونعوض هذه الفجوة اللي موجودة عندنا وهذا النشاط اللي فرضته علينا الأزمة وارتباك سلاسل الإمداد اللي تم الإشارة إليها من في نعمل محاكاة لتجربة الجسر العربي بس في مجال البضايع والإصلاعات والمبردات وغيره يعني نمتلك إحنا مقدرات إن إحنا يبقى من خلال نشاط عربي استثماري مشترك القدرة على حل تعقيدات سلاسل الإمداد اللي أثرت بشكل كبير جدا منذ جائحة كورونا ومستمرة معانا في حرب روسيا وأوكرانيا ننقل بعد هذا المقترح إن إحنا نقول عندنا مجموعة من الأنشطة محتاجة دراسات حديثة ودراسات للنشاط نفسه هو الوحده علشان الأمر ما يبقاش بنتكلم عليه بشكل شمولي وعام في دول كتير جدا فعلا سبقتنا مما قيل وواجد إنه هو مهم جدا إن نقل التجارب الدولية النهاردة أصبح لازم وضروري للغاية لأن التجارب الدولية تجارب حقيقية ومجربة ومثبتة وليها نتائج نقدر فعلا إن أنا أنقلها بعيدا عن التعقيدات والمورسات اللي موجودة عندي ما عندناش رفاهية الوقت إن إحنا نخش في جدليات عقيمة الزمن والتجارب والدول تجاوزتها وأنشأت غيرها وشغالة بيها وأصبح لديها العائد اللي تقدر تحقق بيه رفاهية لشعوبة طيب إحنا معنا قريبا أقل من 15 ديئة 14 ديئة 14 ديئة إحنا عايزين ناخد كلمة أخيرة من كل من ضيوفنا لو بدأنا بدكتور متحة نافع في ديئتين و45 سنة حاضر طيب يعني تعقيب سريع على بعض ما قيل خصوصا نقاط الخبز أنا ما بتكلمش طبعا بإسم وزارة التموين لكن فيما أعلم أن النقاط الخبز لا تستبدل بسلع أخر يعني هي مخصصة بطاقة الخبز مستقلة عن السلع الأخر وهو دعم شبه نقدي يعني لسه ما تحولناش للدعم النقاط لكن شبه نقدي أن النقاط دي تتحول إلى تدخيرها وتقدر تتصرف فيها كما تتصرف في النقود كأنك معاك كارت كريد وكان بيتم تحولها الأول قدام شوية ممكن معاك الكارت دي تسحب منه فلوس بعد شوية بس في الآخر زي ما تفضل فلوس بسيطة لكن عايز أقول حاجة مش كل الدول تحولت على فكرة الدعم النقدي الكامل يعني فيه الولايات المتحدة نفسها فيها كوبونات غزاء لأن فيه أهداف للدعم العين منها أهداف صحية يعني تخيل مثلا رب الأسرة دا لو ما كانش أمين على أسرته وخالد الفلوس دي جاب بيها دخان يعني هتعمل إيه لكن 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 أنت محتاج توفر غزاء يعني زي تغزي المجرسية مثلا مثلا ففيه مزال يعني لم ينتفي الغرض منها بشكل كامل يعني مسألة الزراعة برضو كان لها فيها تعقيب بسيط احنا عندنا دي سادفانتج أو عيب أو يعني نوع من أنواع الميزة السلبية في الاريجيشن في الراي المنتظم يعني دول كتير من اللي بتنفسنا في عملية تصير لا والمنتظم كمان يعني احنا عندنا رأي منتظم ما بنعتمدش على المطر فالراي المنتظم دا مكلف أكتر من الاعتماد وده لو نيجي تتقارن مثلا بالقطن قصير طيلة هتلاقينا بالنفس دول احنا مش قدها لأنها بتزرع بالمطر كذلك الأمح وغيره لكن الحمد لله دا لنا ميزة في الأزمة مثلا كل حاجة لها يعني ازاي بقى شكدوها لشمال أفريقيا بسبب تغير المناخ حصل لها أزمة كبيرة جدا في الأمح في الموسم دا انت ما حصل لكش الحمد لله أزمة في الأمح وتم توريد النسبة المتوقعة وما زال تورد عشان الرأي المنتظم لكنه أكثر تكلفة شئنا مقابين واحنا عندنا فقر ماء فهو مكلف وأكثر تكلفة لكي احنا دخلين على نظام تطوير الرأي تبطين الترع عشان نقال للهدر وفي نفس الوقت تطوير بدائل الرأي الحديث دي النقطة التانية اللي كنت عايز أقول أقولها لكن أنا مش عايز يعني أطول على حضراتكم غير في أن مسألة الجيجولوبليزيشن أو الارتداد عن طريق العولمة ما مشغل حلين يا إما تنكافئ على ذاتك لو كنت دولة كبيرة زي روسيا وزي الصين وعندك موارد تستطيع أو تنكافئ إقليمان قالوا بوتين وبينج من يومين ثلاثة في المؤتمر بتاع هي مسألة أنه خلاص بقى العولمة يتبقى بدلها العولمة ولو تسكر حضرتك هنا أنا كنت مرة قلت فكرة المشروع القائد قلت عشان يبقى عندنا ما تعتمدش على الأحجام الكبيرة ولذلك مثلا المشروع الصغير الجديد اللي حيطلع ده اللي هو بين مصر والإمارات والأردن والمعتمد على مزايا نسبية متفاوتة مش هنخوض فيها دلوقتي ممكن نعملها حلقة تانية بعد إذن حضراتكم لكن هزا التجمع الإقليمي محتاج يفضل صغير مايكبرش دلوقتي خالص لحد ما يسمر محتاج أنه هو يركز على المشروعات والقطاعات لا يصاب بالتراهل بالزبط كده بالزبط كده شكرا أنا بس أعلق على دكتور متهت على حكاية الأمحة عندنا السنة دي ما تأثرش لكن تغيرات المناخ اللي هتحصل في خلال الـ 20-30 سنة الجاية هتأثر عليك تأسير جامل جدا 20-30 سنة انت متفائل جدا إيطاليا عندها جافة في مبارح النهر جاف ليه ليه ابتدت لا أنا بتكلم على 20-30 سنة هيبقى أقصى حاد حاد جدا لازم تفكر إزاي تجيب سلالات أمحة وسلالات ده مقاومة للحرارة عشان تديلك الإنتاجية أنا مش عايز أقول لك اللي أكثر من كده اللي هم مش عايز أقول لهم الـ دي قصة تانية وكبيرة في بريطانيا وفقوا عليها مؤخرة بس خلال وفقوا ما فيش حال تاني مهندسة ورصية لازم تراجه البجور المهندسة ورصية لازم تراجه وتشوف الكلام ده يتعامل ويتعامل سريعا ليس لدينا رفاهية الوقت من النقطة التانية بالنسبة للرأي الحديث الرأي الحديث معمم في الصحرة عموما لكن عشان تخش الدلتة لازم التفتيت الأرض الزراعية اللي تم لازم يبقى فيه تجميع جمعيات وتتعامل لأن فيه نص سئرات وربائرات تبدأ تسمع من مساحات عشان مساحات قطعات خمسين فدان وتتعامل بالنسبة للقطاع النقل شركة مصر الطيران احنا بنسمع للسماوات المفتوحة بقالنا سنين مصر الطيران مش هتخدم في الزراعة أو نقل الصدرات بس لا في السياحة في كل الكلام ده لازم يبقى النظرة مختلفة لهذا الموضوع الموضوع عدي مهمة جدا برضو بعيد تاني ليس لدينا رفاهية تمام مضبوط دكتور علي تمام أولا نشكركم على الحوار الجميل ده وبتيالي يا مبادرة جميلة أن الحكومة تعرض أفكارها فيما يختص بالملكية العامة مع ذلك أنا أتمنى أن نوسع الحوار حول دور القطاع الخاص عموما ودور الدولة في المجال العام ده وفي مجالات الحكومة يجب أن تتخرج منها وأنا بعيد مرة تاني يعني في مجالات الحكومة لابد أن تتواجد فيها من التعليم والصحة وبعض الصناعات الاستراتيجية فيما يتعلق بالزراعة أنا عايز بس أضيف حاجتين المدخلات الزراعية بقت مشكلة وإحنا كنا لنا سبق في المخصبات الزراعية وفي المبيدات والحاجات دي للأسف دلوقتي بنستورك كمية كبيرة جدا ما كناش منسورتها بلكده عايزين نشجع الصناعات دي سواء بالقطاع الخاص أو الحكومة لو هو في الحكومة لها تواجد في القطاع ده ما تبعوش دلوقتي بل تتوسع فيه وبعدين تسلمه للقطاع الخاص المصري موضوع التسويق برضو موضوع مهم جدا أنا أعرف كتير جدا من المزرعين الصغيرين تخرجوا من السوق لأنه هو بينتج وبتعب نفسه ويجي يبيع مش لا يبيع بالسعر المناسب كيانات جمعيات يبقى كل المزرعين دول في الجمعية واحدة يقدر زي العالم احنا ما بنخترعش عندهم صندوق لموازنة أسعار البطاطس وجمعية تصدير البطاطس وعندهم بس احنا عايزين يفاعل هذا كلام عندنا ومسلا الزتون احنا فيه كتير جدا منتجه الزتون بيبيعه برخصه التراب للتاجن بينما لو فيه مراكز للتجميع وعصيره وبيعه يبقى الوعدة مختلفة صحيح صحيح خالد به يبدو الأمر ان احنا قدام مشهد ينفع ان احنا نحط فيه حلول كتير جدا قابل للإضافة قابل للإضافة ونقدر بإمكانياتنا بتاعت النهاردة بتاعت يونيو عشرين اثنين وعشرين ان احنا نعمل قفزة للأمام ببعض من الترتيب بعض من الترتيب ده ان احنا زي ما رئيس الوزراء استعان بالخبراء وقعد معاهم وطرح عليهم وصيقة ملكية الدولة ان كل القائمين على هذه الانشطة الانشطة الوعدة والانشطة الاستراتيجية في نفس الوقت ان هم يستعينوا بالخبرات النهاردة القطاع الخاص اثبت مهارته وقدرته على حاجة كمان اضافية ان هو عارف تفاصيل النشاط عارف يشاور بأيدينا للدولة انها من الممكن انها لو عملت حل جزئي صغير تنقل الامر الى مساحة متقدمة اكثر ايجابية يبقى يتفتح الباب نقتدي بالرئيس عبد الفتاح السيسي وبرئيس الوزراء وكلاهما بيمدق دي وبيفتح وبيقول احنا عايزين نسمع جميع الاراء وعايزين يخشوا معنا يتكلموا معنا واترحوا اراءهم ان المسئولين عن القطاعات المختلفة الكتير جدا اللي من الممكن انها تنقل الدولة وتنقل حياة المواطن وتنقل الناتج المحلي وتنقل مكانتنا في الاقليم وفي العالم نقلة متقدمة الى الامام استعين بالخبراء وبالقطاع الخاص يشوروه لك على الاماكن اللي فيها الاشكاليات والجلطات اللي موقفة هذا النشاط من الممكن ان احنا نعبرها وسيب الدماء تتدفق في هذا المجال من اجل رفاهية الداخل وتحقيق ايضا مدخلات على المستوى الخارجي اكبر مما نحن عليه الآن السيد محمد الحقيقة هرجع لموضوع قسطول النقل ده وبسرعة جدا هقول لكم ان احنا يعني كان عندنا حماش دي جدا ان الدولة تتبنى هذا الامر لان احنا عندنا اتفاقية اغادير بتتكلم على تراكم المنش يعني حقيقتك لما تشتغل اولا احنا ذكرنا المغرب وتونس غالبا بيستوردوا المدخلات بسيطة جدا من الاتحاد الاوروبي واحنا ممكن نخش اولا يعني ما نستكترش عن نفسها ان احنا ننافس الاتحاد الاوروبي على الاقل في القيمة السعرية في اشياء معين اندونيسيا لما اشتغلت فعلى السيارات كانت بسي بتصنع السراجة او الفرش للسيارات وبتستورد كل المدخلات من برة عشان يعني توطن الصناعة ثم تتقدم فيها بعد كده فانا رأي انه اسطول النقل هيعمل على اولا تعظيم العائد من هذه الدول الشيء التاني فيما تم من اتفاق او توافق بيننا وبين الاردن وبين الامارات انت حضرتك هتسكن بعض الصناعات حيث توجد القيمة المضافة معنى كده انك عايز رحلات مكوكية لنقل مدخلات انتاج او تصدير ومع افريقيا ايضا انت استطيع ان تفعل نفس الشيء الشيء التاني عندنا عندنا الكوميسة وغدير وعندنا اتفاقات مع اغلب دول العالم تسعين كيفية الاستخدام انا بدي المسال بس البرندات يعني ايه انا اتكلمت عن الدواء عايز اتكلم تاني على فكرة ان احنا غالبا مسلا بنصدر كل شيء روي يعني بنصدر خمات ممكن نصدر تيشيرت مسلا يطلع بعشرين جنيه ويرجعلك بالفين جنيه عشان عليه صورة حيوان مسلا او اي حاجة طب من عندي بملك هنا يعني حضارة مش موجودة في العالم كلها استخدم الاسماء اللي عندي تبيع من غير ما تسوى وسوى العالم كله يعني 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 الاسماء مش هي اللي بتبيع اللي بتبيع الكواليتي لا عندك بس ايه اللي حصل دلوقتي يعني مثلا برنجلاديش بتصدى بقد في المنسوجات قد اللي احنا ما فيه ولا رب وبيتنام كمان وبيتنام صحيح يعني تسويق اهم طبعا لابد ان احنا نعتمد فكرة تصنيع الخامات الدوائية عشان برضو تزيد عندك في صناعة الدواء وإحنا عندي نباتات اعترية وممكن جدا ممكن نستخدم اخر حاجة قلية التعامل مع افريقيا افريقيا زي ما احنا اقول لها فيه محاذير كتير جدا وعدم تعامل بالاعتمالات المستندية وانخلال البنوك احنا كان عندنا تجربة في التعامل مع الاتحاد السوفيتي لما كان دولة مركزية بما كان يطلق قليل سترليني الحسابي ممكن جدا نشتغل بهذه الطريقة حيث عندك مناطق لوجستية شركة الناصر بتمتلك هناك يعني كثير جدا من الماكن نقدر نخلي هناك بضاعة حضرة ونستور بدل هذه الاشياء يعني اشياء بزور او جلود حيوانات او اي شيء ونعيد تصنيع نظام الموقع دي رجعت يعني في قواعد اللعبة معروفة بتهلي دلوقتي لكنه قواعد اللعبة كرة القدم لكن هل هناك لاعبين قادرين على احراز الهداف وهل لدينا ملعب يقدر نحط فيه الافكار الجميلة دي والوثيقة دي ولا احنا هنقضيها وثائق ووراء لا ما اعتقدش ان احنا هنقضيها وثائق ووراء لانه ظهور هذه الوثيقة في حد ذاته امر انا اعتقد انه جيد للغاية وجه بعد تطور تاريخي نأمل انه لا يحدث اخفاق اخر ان شاء الله لانه في دلالة على القدرة على التطبيق والقدرة على اتخاذ القرار واتخاذ قرارات احيانا بالغة الصعوبة ومواجهة ازمات سابقة ما ذكره الاخوان في الحقيقة امور مفيدة تضاف وهي تكرر ايضا المتخصصين حيضيفوا ليها لكن في شوية عنوان كبيرة جدا محتاجينها نمر واحد انا رأي اللي قالها الدكتور انه ان احنا محتاجين جيل جديد من القادة الاداريين مرتبط بموضوع الاصلاح الاداري انا اعلم ومعظمنا اعلم انه في مشروع بالفعل الاصلاح الاداري للدولة ان الدولة تكون يعني اقل قائم عليه جهاز التنظيم والادارة فعلا المشروع اللي حدد بالفعل انما هو مهم لهذه الزاوية لاصلاح لتنفيذ هذه الوثيقة الهام واضح انه وهذه الوثيقة الهام ما بتحدث عن الاليات وبعض الامور البي او او تي والبي او تي يعني كل الحاجات دي دي محتاجة التنظيمات اللي هي تخليها ديناميكية وفاعلة منها البورصة المصرية البورصة جزء اساسي الامر التالت اللي احنا كلنا بنتكلم ان الدولة تبقى ريجيوليتور وبالتالي عملية الريجيوليتور دي تاني بنقول ان احنا لن نعيد اختراع العجلة لان العجلة خطوري هي يمكن الجديد في هذا نقاش هو ولا بنقول امريكا ولا بنقول كده بنقول المغرب بنقول السعودية بنقول الاردن بنقول يعني ناس حوالينا داخلين معانا خلال العملة الاصلاحية اللي احنا فيها الرواندا كمان يعني هنا انك انت ناخد الحكاية من ناحية اصولها الاصل في الموضوع كله هو زيادة الانتاجية ان يبقى عندك انتاجية وانها انتاجية قابلة للمنافسة والتصدير يعني موضوع اسطول من غير اسطول ان انا هقجر اسطول ده موضوع يعني تيكنيكل اشوف ايه الحاجة اللي تواصل المهمة جدا انك انك انت احنا بنضور على وسيلة نقل انها تنقل لنا في 6-7 ايام لأوربطة بتدوخ لان كل اللي بيجي لك هنا بيجي لك 12 يوم و13 يوم انا كنت لسه بقول الدكتور خالد انت ايام الازمة بين تركيا وروسيا وانت عندك تماطم وانت اكبر دولة ممتجة للتماطم معرفت انت تصدر ليه ما عندك سيادتك انا بتحفظ على النقطة دي لانه اسوء ما نفعله ان احنا لازم نعمل كل حاجة ما بنعملش كل حاجة هل انا بس انا بشوز الدول اللي جنبي لا لا مش هكذا نعمل اسطور لا لا انا رأي ان دي بعض حاجات دائما من النقاط فاني انا ما باختبعهاش الدول اللي منافسة ليا عندها هذه الميزة انا مش عندي انا لا اعتقد ان 180 دولة في العالم عندها 180 اسطور ومش 180 دولة بتصدف وتتنافس فهي نيجي حتى ما بين المتنافسين انما الجزء الاخير اللي هو العراق بما تحدثنا فيه من قبل عن اقليمية جديد احنا فعلا انا كنت سعيد جدا اغادير جاءت اغادير بتقول ان الدول اللي هي الضلعة في موضوع هي الدول اللي وقعت اتفاقية تقريبا شبت تجارة حرة مع اوروبا زي ما تتعامل مع اوروبا نتعامل مع بعض وبالتالي بنقدر نعمل عملية تقسيم العمل بيننا وبين بعض وعندنا التجمع المصري الاردوني العراقي والمصري الاردوني وكذا وبكرة سوف يكون هنا امير محمد واكيد في كلام سيجي عن تعاون اقتصادي الاقليمية الجديدة بتجمع ما بين اتنين ما بين انك انت عندك دول وبين عندك سوق اقليمية اكبر فبالتالي بتخلي المشروعات الاقتصادية بتستهدف قدر اكبر من المستهلكين وكثير منهم من ناحية مستويات المعيشة يتقبل منتجات يعني ذات قيمة اعلى بس نأمل بقى النقطة الاخيرة اقولها انه نأمل ان احنا يعني هذه الوسيقة تأخذ نفس الفاعلية والارادة السياسية اللي اخدته مشروعات البنية الاساسية في مصر بناء المدن بناء الجيش الوطني امور كثيرة تم والمؤشرات بتقول انه يعني ستأخذ هذا الاهتمام شكرا جزيلا لحضرتكم دكتور عبد المنعم السعيد الاستاذ محمد البهي دكتور خالد عكاشة دكتور متحة نافع الاستاذ محسن بلتاجي ودكتور علي عبد العزيز سليمان نورتونا واثريتو هذا الحوار انا طبعا بحاول اسرع لان الوقت انتهى ولو سبت الميكروفون اللي نشأت مش هيخلص مش هنشوف الماتش اه بالضبط مش هنشوف الماتش واحنا فعلا مش هنشوف الماتش شكرا جزيلا وتمنياتنا طبعا للزمالك اه والاهلي بال بتقديم مباراة بتقديم مباراة اه رائعة ان شاء الله اه بشكركم و الى اللقاء و الى اللقاء ان شاء الله سندمتم و امان الله شكرا